النبع السلام قال من ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام والمؤرخين يسمونه آدم الثاني لأن اليوم البشرية ما في أحد اليوم إلا مذرية من نوح عليه السلام أي واحد يطلع شهادة شهادة تشوف شهادة حط بتويتر شهادة ولا بالفيسبوك شهادة وحاطع مدنسة وخاتمين عليها النقابة العلمية العالمية للهاشميين والأشراف والآل البيت وهذا الكلام هذا هذا مزور تروح تقول له ترى مطير ما يعرفون قالوا نتمونهم يقول لك غاصب أنا منهم ويش يقول لك يقول لك أهم أمون مطير وأنا أمون مطير الأصلي يناس وصلوا مرحلة يقول لك أشراف مكة وأشراف المدينة وأشراف اليمن الطبطبائية الرسية أهم أمون من الآل البيت يقول لك وأنا موجود ما أدري بأيدا ولا أنا من الآل البيت أن شون أنت تسمي السعودية نسبة لسعود بن محمد بن مقرن على عائلتكم وهذا مجوز تخيلوا والناس يتسمون هذا ترى الأمر شرعيا ما في شيء عندنا فرعين بالكويت يتلاقون معلمين محمد بن سلمان عن طريق الجدات شوف الخليفة ترى جدهم خليفة كويتي آخر سهم في الكنانة على قولة الشيخ وزرشيد دخل الشيخ جراح سوق اللحم كان الشيخ بارك يشتري ماتش لو يحولها على الأخوان يعني واصل مرحلنا ما عنده حتى بيده فلوس كان يقول حق اللي بسوق اللحم مليون مرايح إذا مبارك شرع منكم شيء عطوه أخذوا الفلوس منه لا يحول لكم علينا ترى ما بقاله شيء عندنا وطلع مفلس كان التفت على ولده جابر أكبر عياله وين قال أبو جابر أبو الشيخ عمد جابر جد ومراء الكويت قال يا جابر أبيك تدخل على عمك جراح وتذبح قال لها من شاربي أليمن وشاربي أليسر بلهم ينا مبارك قريل العين بعد ما توفيس إبراهيم السلام عليكم هذه دوانية محفوف وأنا محمد الزايد اليوم كان معانا الباحث في التاريخ والأنساب محمد عبدالله الحسيني تكلمنا عنه في موضوع الأنساب من بداية الخلق إلى القبائل المعاصر اللي موجود معانا اليوم شون موضوع الأنساب صار وإلى وين تمتد وتكون القبيلة وليش مهم موضوع حفظ الأنساب وشون ممكن يصير لو احنا ما نحفظ الأنساب ومن بعدها تكلمنا عن الأسر الحاكمة في دول خليج ومصاهرتهم وعلاقتهم مع بعض وشون هذه العلاقة ساعدت بأن يوصلون لمقاليد الحكم في الدول اللي يحكمونها اليوم تمنى تستمتعوا بهذه الحلقة مرة طلبت مواحد مرة الكتاب وقيت عنده كتب يب من بعض كتب الأنساب اللي اهتمت فيها إيران ما تمبعض أخليج فيها تموم فيها وين لبنان أذكرت فقط يا واحد يبلياهم اسمعهم علي غالي شافني أبي هنا كنت روح إلى الفندق وبني دلقار أنا ما قدر يعطينا معرض الكتاب كنت تشتريهم منه شنا مخدرات شاري منه قسمنا بالكتب وإذا رصدت أنا في معلومات ممنوعة مرة أنا كتب عندي يبقى وبزبير ممكن بقول قصة إحنا هذا بتجي يبقى وبزبير ست شهور كل ما بيواحد يدخلهم ما يدخلهم كل ما بيواحد يدخلهم ما يدخلهم لحظة أنت روح تسبير ولا لا بس كتبك هناك أنا في موسوعك أنت بيها اللي مسويها طابع ألف نسخة بالنجف موجودة أنت بيقولها بعض شوء بالتسجيل قولها قولها خير قولها قولها عادي دخلها أنت أنت لا تخرب على النسوار لا والله بس عادي تديش بعدين من اللقاء هذين يا الموسوعة هذين انطبعت منها بس ألف بالعالم كله موسوعة شنو موسوعة هذا واحد حسيني مدني قبل ثلاثم ثمانين سنة كان يذكر أنساب المدنيين الحسينيين سواء بالبادية ولا فالكتابة هذا الجزء منه هو أربعة جزاء جزء كنت ألقى منه نسخة بمكتب البطئ مكتبة الحرم المدني ألقى منه جزء يعني تلقى الجزء الثاني هنا تلقى الجزء الرابع هناك زين أنا كنت أدور جزء الثاني بس أبي الجزء الثاني بس اللي خاص بالحسينيين يعني سمع الله وأكلم واحد بالعراق كنت كان يحول له كتب والمحقق الموسوعة هذه موجود هناك وعنده باقي جزء من نسخة مجلد كامل وحول له فلوس بالدولار حويت له فلوس بالدولار ودفعت فلوس التكسي من النجف إلى الباصرة على ما أعتقد أو مكانين ثاني ومن البصرة إلى زبير ومن زبير بقوا بصفوان قعدوا الكتب بصفوان ستة شهر كلما أكلم واحد بيأخذهم طبعا الكتب ما لتأل البيت ما لتأشراف يعني يعني أنا كوني سني أبي أقرأ بس الأنساب ما بيأقرأ العقائد المكتوبة داخل عقيدة الشخص المؤلف هذا مو مهم عندي أنا بالنسبة لي أبي أقرأ الأنساب اللي يجمعها فمن أخلي واحد يروح هناك صفوان ييب الكتب يقراهم يشوفهم ما ذهب ولا التشيع ولا يقول لي ما بيدخلهم أخاف يمنعون يفتشون يلقون يقعدون ستة شهور إلا أنا واحد أخذهم يقب ستة شهور مع أني بقيت أفقد لمل أني أخذهم أنا ويبلياهم بالكويت في جمس وأخذهم والله أنا استغبالك الكتب بشني مستقبل واحد نزلت تحت طلعت لأليه آخر الفريج أنا قاعدين أطلل أنا كان ضيع الكتب ترى فيه سكسودة حق الكتب فيه مخطوطات شو مخطوطات يعني؟ يعني فيه مخطوطات تنباع يعني تلقي مخطوط مثلا إحنا إنت لما تقرأ صحيح البخاري صحيح البخاري هذا المؤلف المخطوط الأصلي قبل كم سنة؟ قبل أكثر من 1300 سنة يعني أو قبل 1200 سنة تقريبا 1200 سنة فالمخطوط قبل ما فيه آلات طابعة فكل واحد ينسخ آخذ المخطوط منك أنا انسخه واكتب تاريخ النسخ مثلا تاريخ 600 هجري واحد ثاني ينسخه 1000 هجري يكتب تاريخ النسخ فالكتب هذه اللي تقرأ أنت المتوفي المؤلف مثلا سنة 500 هجري أساس المخطوط ما تدري 500 هجري ولا 700 هجري لكن منها يعتبر شنو قديم أغلى مخطوط يباع هو اللي بخط المؤلف يعني توصل أسعرهم يتوصل توصل أنا عرف واحد والله بمدينة شاف مشجر ما لأحد ومرأة مكة مشجر شنو اللي هي شارت العائلة تصير ايه مشجر ما لأت أحد ومرأة مكة ما أفكر منه أنا ببعض لكن يقول لي هو يقول لي بنفسه بمدينة يقول لي عرضها علي واحد اماراتي شاريها من شاريها بمزادة بلندن يقول لما شفتها يقول أنا قلت بيني بيننا وسيانة شاريها شاريها يقول قاعد تكاسرة شراه يمكن حول 30 دولار يعني تتكلم لا والله والله أنا يمكن أذكر قال لي أكثر بس أنا حال الحرام قاعد أقول لك 30 دولار وهو خذاها وخلاها وقف حق ذرية الأمرأة مكة فعندك المخطوطات تتنباع بأسعار يعني ترى المخطوطات النوادر مجراها مثل مجرة الأشياء النادرة الأشياء النادرة ما واحد يقول لك هذا عندي سيف من الدولة العباسية هذا عندي فلس من الدولة الأموية طبعا فيه مزورين يعني فيه ناس يزورون لكن فيه أشياء أحيانا تنفحص تلقاها فعلا فيه مرجع دقيق اللي بالنسبة لك أنت تعتمد إذا قالك هذي أصلية أو ما أصلية والله أشوف المخطوط الحين المزورين المزورين منتشرين بطريقة مطبيعية بايع أو وثائق على أسر بالكويت السعودية والعراق واليمن في مزورين بالصعيد في مزورين باليمن يعني عندك أنت فيه الأدعياء اللي يدعون النسب وهم اللي يعتمدون على وثائق المزورة يعني واحد لما يقول لك أنا مثلا من الأشراف زين شون يعتد أنهم الأشراف وشون الأشراف يعتدون أنهم الأشراف لازم يكون عنده مستمسكات لازم يكون عنده وثائق لازم يكون عنده نصوص تثبت نسبة أما الادعاء بدون شهرة وبدون تواتر وبدون استفاضة وبدون مصادر وبدون وثائق وبدون استمسكات هذا يعتبر دعي دعي نعم دعي إنه يدعي النسب مولى إذا ما أقام حجة خصوصا إذا ما أعترف الأصل بالفعل فيعتمدون على شون المزورين هذين يعتمدون على الوثائق المزورة مثلا أنت محمد مثلا تعد لي اسمك ليه جدك السابع مثلا جدك تقول لي اسمه خالد محمد مثلا أقول لك خلاص عطني كم يوم أقول لك وين كنت وتقول لي مثلا كنا منطقة فلانية بنجد مثلا أروح أنا أزور أشوف خط من خطوط الأشراف اللي كانوا موجودين في المنطقة هذه وحط عمود نسب جدك ومنهم خالد بن محمد بن فلان بن فلان وحطه وخط كامل إلى الحسين ولا إلى الحسن نعم طبعا المخطوطات يأخذونها مياه على جلد غزال يأسونها بالطريق الغديمة يعفرونها بالأتراب يبيعون لك المخطوط فأنت تأخذ المخطوطة هذا تعتمد عليه أنه عامد نسبك وأنه مذكور في اسم جدك وأنه أنت مم القبيلة اللي أنت منها اليوم أنه أنت بالأصل من القبيلة ثانية لكن دخلت مع القبيلة هذه هذه المخطوط فيساومك في الوثيقة هذه علشان تأخذها أنت وتعتمد النسب هذا وأنت تلقي ممكن أحيانا لوحد يكون مسكين ما يدري أن الوثيقة هذه مزورة في ناس إلى اليوم في أسر أنا أعرفها معتدة بنسبها من الأشراف وهي على وثيقة مستندع وثيقة مزورة بس العائلة أنا قاعد أفكر أضرب نفسي مثال أنا محمد رحت قلت إحنا زايد نرجع إلى 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 أيون فرض عني العمي يقول لي علي أنت أخذت وثيقة بس هذه الوثيقة نحن لا نثق فيها فهل ممكن أن يكون هناك خلاف داخل داخل العائلة أنا بنفسي أنا رحت شرأت وثيقة أنا أقول صحيحة غيرت نسب ألف واحد غيري كلهم قاعد أقول لهم ترى أنتو مو صوب القبيلة الفلانية ترى أنتو بها القبيلة يصير وحاصل الآن خلاف بينهم يصير يصير خلاف بينهم خصوصا أشوفه عندنا واحد في المدينة من ورا يدعي أنه نقيب أشراف المدينة خصوصا أشوف فين المكان داخل المدينة في معقل الحجاز عند الأشراف اسمه أنس أنس هذا عمته طلعت بيان أنه يموم الأشراف ولا يسمعون أنه من الأشراف وأنه موم الهند والد عم ألف كتاب أنه من الأشراف وأنه نسبهم هذا خطأ وهذا إلى الآن مصر على دعوته وإلى اليوم يسمي نفسه نقيب أشراف الحجاز وطلع عليه حكم لكن اليوم مصر في الموضوع هذا وصاني شقاق داخل العائلة لكنه هو الشاذ الوحيد فأنت عندك أسر أحيانا تكون ما تبي الموضوع هذا لأنه يسوي خلل يعني أنت لحين لما يكون في عائلة واحد من عيالها يديعي نسب ولا يروح ويتكلم يعفس العائلة خلاص العائلة سمعتها موحل وجدها من ناس فهما لابد شي يسمون لابد يطلعون بيان ينفون نسبتهم وينكرون فعل الشخص هذا طيح يطلع لك واحد عوي يأدي العائلة كلها والله عندنا يعني في مواقف وعيد صارت يعني في قضايا في محكمة المدينة وغير محكمة المدينة ومحكمة مكة في ادعاءة النسب وفي الأحكام اللي تطلع طبعا قبل أشراف لما كان واحد يدعي النسب كان لابد أن يقيم الحجة والبينة والدليل إلى اليوم لابد أن يقيم الحجة والبينة والدليل ما فيه اليوم واحد يقولك أنا مثلا مثلا أعطيك مثال واحد مثلا مشهورنا من أسرة واليوم قال أنا من قبيلة مطير المعروفة أنت تبي تأكد أن هذا من قبيلة مطير ثروح تسأل منه أنت أي قبيلة مطير لابد أنك تسأل مطير لابد أن الأصل يعترف بالفرع تروح حق مطير يقول لك لا والله من أي فرع قال لك مثلا من من ميمون مثلا سألوا ميمون قالوا ما نعرفه تروح تقوله ترى مطير ما يعرفون قالوا نتمونهم يقولك غاصب أنا منهم ويش يقولك يقولك أهم أمون مطير وأنا مطير الأصلي ترى في ناس وصلوا مرحلة هذي نعم في ناس وصلوا مرحلة هذي في ناس وصلوا مرحلة يقولك أشراف مكة وأشراف المدينة وأشراف اليمن الطبطبائية الرسية هم أمون من الآن البيت يقولك أنا موجود ما دري بأي دول أنا من الآن البيت زي أنت شنون تنافذ صراحة نسبهم وتاريخهم وتواتر نسب أسرتهم اليوم صاير عندنا أشكالية في موضوع التزوير متفشي موضوع التزوير والدعاءة للنسب سواء للأسراف ولا لغير الأسراف تذكر يوم الصور في الدوانية نسيت المثل بس قلت أن في شخص تنقلت بالجزائر أو شيء شديد بأنه من النوادر اللي قالوا لأنت من الأشراف وهو بروح قال أنا مو من الأشراف ونحن نسالف هنا بالجزائر شيء شديد لا أنا أقول لك في واحد عكس في واحد بالسودان سوى دي أني أنا دزولية قلت هذا شون تناقش أنت أصلا دزولية أن يتكلم دي أني طالع طبعا مو متطابق مع الأشراف في البصمة الجنية اللي مولودي منها الأشراف سواء مكة ولا المدينة ولا الطبطبائية ولا غيرهم شونو قال قال كل الأشراف اللي بمكة والمدينة واللي باليمن هذين المو أشراف نسبهم صحيح أنا اللي بالسودان هو اللي نسبه صحيح فسألت أنا الناس اللي دزولي قالوا لأنه يابوني أرد عليه ولا قلت هو أصلا شنو عنده يعني أنا خنشوفه هو عنده تنقل يكتاب اسمه تنقلة الطالبية ما قال ابن طباطب ذكر المتنقلين من الأشراف اللي طلعوا من الجزة العربية ذكر من قبائل الأشراف اللي كانوا في العراق واللي كانوا في مصر واللي كانوا في الشام قالت ها لهو عنده نص مثلا يذكر أنه هو مثلا من الأشراف وتنقلوا انتقلوا إلى السودان لأ عنده وثائق لأ عنده شهر واستفاظة لأ شونو عنده هو بس كلام شدي كلام مرسل شنو شهر واستفاظة على عجالة طبعا شهر واستفاظة هي الأساس في قرار نسب الأشراف أو مو بس الأشراف أي واحد لا بد أن يكون عنده شهر واستفاظة في أن يرجع إلى القبيلة اللي هو ينتمين لها وقبل القبيلة أن يكون الأسرة اللي هو ينتمين لها مثلاً حين لما تتكلم أنت على أي عائلة معروفة تعرفها أنت معروفة أنها من القبيلة الفلانية يكون لها شهرة داخل منطقتها لما تسأل أنت تقول القبيلة الفلانية من ومن هم موجود في المنطقة هذه يقول لك والله أن يعرفهم البيت هذا الاستفاضة يقال أنها أوسع من الشهرة الاستفاضة أن تكون خارج حدود المدينة اللي هو فيها فلابد أن يكون واحد يكون عنده شهرة واستفاضة في نسبة يعني قبل ترى ما كان فيه الناس يعتمدون على الوثائق والبطاقة المدنية قبل الناس لمكانوا باديا ورحل ما يحتاجون بطاقة مدنية ولا إثبات ولا جواز علشان يكون موجود اسم قبيلته مكتوب في إثبات الرسمي لكن الشهرة والاستفاضة على هذه القبيلة موجودة متواترة عند الجزر العربية كلها أن هذه القبيلة يترجع على النسبة يعني أنا اللي بعرفة اللي اللي ما يعرف أصلا شنو وضع هل هو شخص يعيب هذا الشيء لا طبعا ما يجبه شوف الله عز وجل ما ذكر بقلان قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالله عز وجل ما ذكر الشعوب المتشعبها والقبائل لتقابل أنسابها المعيار الأخير لله عز وجل حطه إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن النسب من المقاصد الكبرى بالشرع الإسلامية يعني الأموال والعقول والأنفس والأنفس منها حفظ النسب في وعيد حق من ينتسب إلى غيري أبيه والأبو مضرور يكون الأبو المباشر شلون؟ حتى لو تقول أنت نحن دائما نسمع واحد يقول لك هذا أبونا آدم لأنه النبع السلام حتى في رحلة الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج عرج في السماء لما شاف آدم قال جبريل من هذا؟ يا جبريل قال هذا أبوك آدم وما بين النبع السلام ما بين جبريل كم عدد من أبا فلما النبع السلام يقول من انتسب إلى غيري أبيه أو تولى غيري مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فلنبع السلام يقول لك من انتسب إلى غيري أبيه أو من الدعي إلى غيري أبيه في حديث ثاني هو مو ضرور لأبوك يعني المباشر أحد من أجدادك أو جد القبيلة اللي أنت تنتسب لها لكن الشخص اللي مو عارف قبيلته هذا ما يعيبه ما يعيبه اليوم لكن احنا اجتماعيا عندنا اليوم احنا اجتماعيا دول الخليج أو حتى الجزة العربية كلها لابد أن الإنسان أول ما يعرف يعرف عن نفسه في قبيلته اليوم مو كل شخص ينتسب إلى قبيلة ينتسب لها بالأصل أو مولود من الجد اللي هو جد القبيلة لأن القبيلة لابد أن يكون تكون أبناء جد واحد أبناء أبو واحد ثم ما عاد إذا كان بيصري أحلاف يصري أحلاف بعدين الحليف اللي يدخل القلقشندي في كتاب نهاية العرب في محلفة نساب العرب قال في بيان يحتاج الناظر للأنساب إليها عد منها عشر أمور واحدة منهم قال أن الرجل إذا دخل في قبيلة الرجل دخل في قبيلة من قبيلة ثانية جازا له أن ينتسب إليها أو ينتسب إلى قبيلة الأم أو ينتسب إليهم معا أن يقال الوائل التميمي أو التميمي الوائل وهكذا لكن أنا عن نفسي أشوف أن الإنسان مفروض ينسب إحنا كمسلمين عندنا نصوص شرعية لو أنا كقارئ يعني بالأنساب أو أقرأ بالأنساب والتاريخ أنا ما أحب كلمة مؤرخ ولا نساب قارئ عندنا كلام النسابين وعندنا الشريع الإسلامية أنا عن نفسي مقدمة شرعية الإسلامية على نصوص النسابين ومؤرخين شو ما ممكن يكون في خلاف يعني نعم يعني أنا لما المواحد يقولك يجوز أن ينتسب الشخص إلى غير قبيلة أو بالحلف المفروض أنه يكتب أو يقال أخرجهم مثلا أنه فلان حليفهم لأن الله عز وجل لمن نبع السلام تمنى زيد بن حارثة رضي الله عنه وصار يقال زيد بن محمد الله عز وجل أنزل ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فصار في تحريم فصار يقال زيد بن حارثة وفي أكثر من حديث وأكثر موقف منها قصة عرفجة بن هرثمة البجلي عرفجة بن هرثمة البجلي هذا كان معروف عمر الخطاب كما ذكر من خلدون عمر الخطاب ولا عرفجة بن هرثمة على قبيلة بجيلة اللي منها جرير بن عبد الله رضي الله عنه راح وشيوخ قبيلة بجيلة إلا عمر قال له يا أمير المؤمنين قد وليت علينا من هو ليس مننا فقال عمر كيف عرفجة بن هرثمة البجلي قال نعم يا أمير المؤمنين إنما هو حليف حليف متحالف ويانا نادى عمر اسأله قال لنا هؤلاء القوم يقولون أنك لست منهم شنو قال عرفجة قال صدقوا يا أمير المؤمنين إنما أنا رجل من الأزد أصبت دمًا في قومي فحالفتهم فعمر هنا طلب مننا ما ينتسب الشخص إلى غيري أبيه ليش لأن في حديث النبع صلى الله عليه وسلم يقولون اثنان بالناس هما بهم وكفر أطعني في النسب وانياح على الميت هذا رغم واحد رغم اثنين النبع صلى الله عليه وسلم قال من ينتسب إلى غيري أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام انت شوفوا لأي درجة للوعيد يعني شوفوا العقوبة يعني الجنة عليه حرام فيه شرح يعني شرحوا هالأحاديث السبب وراءها ليش يهتم الشرح بهذا الشكل بأهمية الأنساب لعدم خلط الأنساب يعني من المقاصد بالشريعة الكبرى أول شي فيها أحكام كثير يعني فيه أحكام الميراث فيه أحكام التزاوج فيه أحكام فيها أكثر من حكم فلابد أن الإنسان يحفظ نسبه لابد أن الإنسان أنت من حق عيالك عليك أنك تعلمه نسبك لكن بغض النظر إذا كان الشخص ما يعرف نسبه فهذا ما يعيبه ما يعيب أن الإنسان اليوم ما يعرف نسبه فيه ناس ما يعرفون نسبهم القريب بحكم هجرتهم هجرت شخص واحد منهم هاجر إلى دولة وصار تسمى إلى صنعة معينة وتسمى إلى منطقة معينة وضع نسب القبيلة الأصلي الذي ينتسب لها يعني أنت لما تنتسب مثلما تقول فلان البغدادي البغداد أرض ليس قبيلة لما تقول فلان مثلا النجدي نجدي هقبائل كثير فلو يتسمى شخص على أرض وبعد فترة عيالة وارثة وهذا الأسم ولا توارثة واسم القبيلة الأم فالإنسان لابد أن يتسمى للقبيلة الأم فمن حق عيالك عليك أنك تعلمهم نسبهم بس بعبد الله يعني لازم تعرف ليش كتر لألف سنة وراء خمسمية سنة وراء أمية سنة لا مضروري يعني عشان أنا أكون عارف بأصلي هل يعني كوني أنا أعرف فرضا يدي يدي هل هذا كافي ولا لازم ترجع بعد لا في معيار بعيد لا أقول لك شغلة هي العرب ترى دارجة عندهم شنو العرب دارجة عندهم أن الإنسان يعد اسمه الرابع الخامس ثم القبيلة اللي ينتمي له مضرور يعد عشرين اسم يعني وضع العشراف مثلا غير في عام ويد النسبة مشجراتهم لوع ثاني كون عناية النسابين يعتنوا فيه أنساب آل البيت مثلا قرن الثاني هجري قرن الثالث الهجري الرابع الهجري الخامس الهجري هذا الترى الطبيعي أنك أنت تعد اسمك إلى جدك القريب ثم تنتسب إلى الفخذ أو إلى البطن ثم إلى القبيل الأم فهذا الدارج أصلا زيش رايك نرجع من البداية كون تكونت الأنساب طب من البداية آدم هو أول من خلق آدم عليه السلام من بعد آدم بعد هادثة قابيل وهابيل بعد ما قابيل قتل أخوهابيل المعروف عندنا وطبعا هذه مذكورة في كتب أهل الكتابة أيضا التوراة والأنجيل مع بعض التحريف تناسل تناسل ذرية آدم إلى زمن نوح عليه السلام في زمن نوح ظهر الشرك طبعا نوح النسابين يسمونه والمؤرخين يسمونه آدم الثاني آدم الثاني آدم الثاني لأن اليوم البشرية ما في أحد اليوم إلا مذرية من نوح عليه السلام ظهرت عبادة الأوثان في قوم نوح في ناس طبعا يقول لك ليش الطوفان عم الكرة أرضية كلها في ناس ما لهم شغلوا أساسا كانوا موجودين لأنه ما بين نوح ما بين آدم عليه السلام سلسلة قليلة من الأسماء يعني مو مو طويلة فكانوا الموجودين في زمن نوح فقط أبناء أمه فروا من أبناء أمه نعم يعني كانوا إلى الآن البشرية توهمت كاثرة حتى الانتشار يمكن ما انتشروا في كل كرة أرضية ظهرت ظهرت عبادة الأصنام زين الناس يقولون زين شون ظهرت عبادة الأصنام هم ذرية آدم وقاربين من آدم الله عز وجل يذكر في سورة نوح أن المنوح كان يدعوهم شنو قالوا بالبعض وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اللي هما هذي لخمس رجال أنا أعبر الله من العباس أن هذي لكانوا الرجال صالحين اللي هما ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر هذي لخمس رجال كانوا صالحين في قوم منوح فبعد ما ماتوا وسوس لهم إبليس طبعا وسوسة إبليس أنت ما تسمع شخص يكلمك أنت تظن أنه أنت الفكرة أنت قاعد تكلم نفسك أن نخل نصنع لهم تماثيل ونحط التماثيل هذه في الأماكن اللي كانوا يجلسون فيها علشان يذكروننا في العبادة تخليدا لذكرها نعم علشان إذا شفنا نتذكر العبادة جيل بعد جيل قاموا يدعون الله سبحانه وتعالى عند منه عند نسر ويعوق ويغوث اللي الله عز وجل ذكرهم في سورة نوح فصاروا يشركون الله عز وجل في العبادة شرك وشرك كفر أنك تشرك أحد مع الله عز وجل في العبادة فالله عز وجل ذكرنا أرسل نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم نوح قاعد مئات السنين يدعو قومه أن لا يشركون الله عز وجل أنت حين أنت قاعد يالواحد ساعة تحاول تقنع بموضوع ما اقتنع فيه تخليه تمل نوح شوف من أولي العزم نوح عليه السلام قاعد يقنع قومه إلى أنجيل وراجيل حتى يقول بعض العلماء أن نوح عاصر أحفاد 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 الناس هذي لدرجة أنه كانوا يقولون أن هذا كان مع أجدادنا يدعوهم وكانوا ما يصغل وكانوا كل ما يولدون جيل يصير أفجر من الجيل اللي قبل فنوح شك الله سبحانه وتعالى قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إلى الآية اللي قال إنك أنت ذرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الله عز وجل أمر نوح أن يبني السفينة في الفلك وكان يستهزون فيه وأن يأخذ من كل الحيوانات زوجين وكان يقال أن السفينة حدرها للحوش الحيوانات المفترسة ثم البشر ثم الطيور في السقف فبعد ما فاردت النور كما ذكر الله عز وجل في القرآن انفجرت السماوات بالماء بالماء انفجرت الأرض إلى أن الله عز وجل ذكر أن الأموال صارت كالجبال فما أبقى مع نوح بعد ما رست سفينة نوح طبعا إلا ولدة اللي ما صعد معاه اللي هو يام نوح اللي معاه سام وحام ويافث أبنائه يافث الأكبر وحام الأوسط عفوا يافث الأكبر وسام الأوسط وحام الأزغر وأخوهم الرابع اللي الله عز وجل ذكر في القرآن اللي قال سأوي لجبل أن يعصمني من الماء هذا اسم يام هل الكتاب يسمونه كنعان لكن اسم يام بعد ما رست سفينة نوح كانوا مع نوح أن ابن عباس رضو عنه يقول كانوا مع نوح بضع وثمانون رجل الله عز وجل قطع بريتهم كلهم كلهم فلم يبقى منذرية من البشر اليوم لمذرية نوح الثلاثة سام وحام يافث كل البشر اللي موجودين اليوم منه الثلاثة أي إنسان على الواجهة الأرض كما قالوا العلماء إلا منذرية هذه الثلاثة شنو الدليل القرآني إن الله عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقي ذرية نوح فانتشرت الحضارات طبعا الحضارات كلها متسمية إلى رجال من أبناء نوح مصر نسبة إلى مصر ابن بيصر ابن حام بن نوح الصين نسبة إلى صيني ابن مقوق ابن يافث ابن نوح وقيلنا من بني طوبال ابن يافث ابن نوح الفرس ذكر العلماء منذرية فارس ابن لاود ابن سام بن نوح وقيل منذرية إيران ابن آشور ابن سام بن نوح قل عشان ديقول إيران منها مملكة إيران الذي كان يحكمها ملوك الفرس ومن إيران الكرد وقيل ان الفرس من إيران أيضا مثل ما قلت لقبل شوي فانتشرت الحضارات حتى يثرب يثرب وخيبر نسبة إلى رجال من العماليق اللي هم العرب البائدة خيبر ابن مهلاي ابن عوص ابن لاود ابن سام بن نوح سميت إليه خيبر ويثرب ابن أخو سميت إليه يثرب أما الترك فهم منذرية يافث بن نوح ومنذرية يأجوج ومأجوج ذكر أن الترك منذرية كومر بن يافث بن نوح ومن الترك أيضا الشركس ويونان يونان بن يافث بن نوح ومنذرية يونان رومي بن يونان بن يافث بن نوح فهذه الحضارات كلها تكونت على أسامي رجال ما بعد طوفان نوح والحضاراتها براحت طبعا قبل طبعا قبل أنت لما تسمع أنه لما يقولك بني إسرائيل أو مصر قبل لما كان يذكر في قصة موسى عليه السلام أن رجل مصري تقاتل مع رجل من بني إسرائيل يقصد فيها المصري مو يقصد فيها اليوم المنتمي إلى بلد مصر كان يقصد فيها مصري أن منذرية مصر ابن بيصر بن حامل نوح والأقباط أيضا منذرية قبطيم يسمونه الكتاب قبطيم ابن مصر بن بيصر بن حامل نوح فكانت قبل المسميات نسبة إلى الرجال ومنسبة إلى البلاد التي متسمين عليها وهذه ترى ترد على شبهة في بعض اللي هاجمون مثلا بعض الأمور السياسية ويهاجمون بعض المملكة العربية السعودية في شبهة أن السعودية متسمية على على رجل محمد بن سعود بن محمد بن مقرن شاله هجوم اللي سير؟ طبعا مهجوم لكن بعض الناس اللي عندهم خلاف مع المملكة العربية السعودية شونق الفترة صاروا يدرون موضوع لنا ما يجوز نسبة الدولة لشخص أما يدعون شرعا يعني يقولون؟ أنه شلون أنت تسمي السعودية نسبة لسعود بن محمد بن مقرن على عائلتكم وهذا ما يجوز تخيلوا الناس يتسمون هذا ترى الأمر شرعيا ما في شيء هذا الأمر أساسا الحضارات تسمى يعني مصر اليوم مصر متسمي على رجل الله عز وجل ذكر القرآن بسارة يوسف دخلوا مصرا إن شاء الله آمنين الله عز وجل أقر التسمية هذه نسبة للرجل وسمى البلد نسبة إلى هذا الرجل اللي ذكرنا أنه من ذريات نوع نعم أقرب شيء عندك بدر معركة بدر الله عز وجل ذكر وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَكُنْتُمْ أَذِلَّ بدر منه هو بدر بدر هو بدر أبن يخلد وغي لمخلد أبن النظر أبن كنانة وهذا الرجل هو سميت عليه بدر الله عز وجل أقر الشيء هذا التسمية والناس اللي يسكنهم في منطقة بدر يقال لهم قبل فلان فلان البدري في ناس يقال لهم فلان البدري نسبة أن نشهد معركة بدر في ناس في بعض القرون اللي بعدها نسبة إلى الأرض فما فيها مخلفة شرعية أن الدولة تتسمى على اسم رجل سواء احتفرها ولا أسسها ولا تسمت عليه وهذا حتى شرعا ما فيه إشكالية وهذا صاروا عليه منذ القدم يعني أن الدولة تتسمى على اسماء شخاص والناس اللي يسكنون البلد هذي يتسمون على الدولة اللي هي بالأساس منسمية على شخص نحن نساعد ذكرنا أبن إسرائي يعني الذكر اللي موجود في القرآن هل أهما نفسهم اللي نذكره لهم موجود اليوم من أهما أشوف طيب هو لهم موجود اليوم لكن لازم نحن نفرق بين بني إسرائيل وبين دولة إسرائيل المتسمى يوم من هم بني إسرائيل الله عز وجل يخاطبهم دائما من القرآن يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام هو لقب اسمه إسرائيل أو لقب إسرائيل ولاحظ الأسماء كلها قريبة من بعض إسرائيل عمه شنو اسمه إسماعيل الملائكة ميكافيل إسرافيل حتى جبريل عليه السلام من أسماء جبرائيل وكلمة إيل باللغة العبرانية أنها الله عز وجل وكلمة إسم إسماعيل يقصد فيها سمع الله يعني يسمع الله ويسمع كلام الله عز وجل فبني إسرائيل هم ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام من الأسباط الاثنعش أبنائه اللي هم يوسف عليه السلام وأخوه من أمه وابو بن يامين ويهوذة ونفتالي ولاوي يعني فيه أكثر من أخ ليوسف أحد أشأخ هذين منهم تكونت أباء البني إسرائيل الله عز وجل لما يخاطب يا بني إسرائيل يقصد فيهم ذرية إسرائيل اللي هو إسحاق اللي هو عفوني عقوب بن إسحاق بن مراهيم عليه السلام أما اليوم الدولة تسمت إسرائيل يعني أنا لما أقولك فيه صحابة إسرائيليين فعلا فيه صحابة إسرائيليين لما أقولك أنا فيه صحابة إسرائيليين ما أقصد فيهم إسرائيلي هم اللي هم متسنسبين لدولة إسرائيل يقصد أنهم من ذرية بني إسرائيل من ذرية إسرائيل عليه السلام وآمنوا بالنبع صلى الله عليه وسلم وأقروا بنه والموجود في كتبهم منهم بن النظير يعني القبائل كانت موجودة في المدينة بن النظير وبني قريضة وبني قينقاء كانوا موجودين في جزيرة عربية نعم كانوا موجودين في المدينة يهود المدينة معرفين أن نبع السلام قاتلهم وأجلاهم بن النظير وبني قريضة منذرية هارون عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أقرر شيء هذا لما قال لي صفية بنت وحي زوجته قال لها أنك ابنة نبي وعمك نبي وتحت نبي النبع السلام أقرر أنه منذرة منه هارون فبن النظير جدهم اسم النظير ابن النحام ابن ناحوم بني قريضة شوف بنو قريضة بني قبل الاسم معناته نسبة إليه بالبنوة أنهم أبناء ذريته بنو منذرية النظير ابن ناحوم ابن ناحام منذرية هارون وبنو قريضة نفس الشيء بنو قين وقاع منذرية يوسف عليه السلام منهم الصحابة الجليل عبد الله ابن سلام كان اسمه حصين ابن سلام وسمى النبي الصلاة والسلام عبد الله عندكAJ بالإحبار هذلها كلهم إسرائيليين من الصحابة لكنه ليس إسرائيليين من نسبة إلى دولة إسرائيل التي تسمت على يعقوب عليه السلام إسرائيليين نسبا لما موسى عليه السلام كان يطلب من فرعون يقول لكم أرسل معي بني إسرائيل يقول له بني إسرائيل اللي هم ذرية إسرائيل وفرعون كان مصري وشعبه كانوا مصريين مصريين مو نسبة لمنطقة مصر أو ذلوت مصر من ذرية مصر فقبل النسبة كانت للذرية ليست نسبة إلى البلد ففي فرق اليوم قد يكون فيه رجل اليوم عربي وكثير من العرب ساكنه مصر يقول كان مصري لكنه يقصد فيها نسبته إلى البلد اللي هو انتميل لها مو نسبته لرجل اسمه مصر اللي هو مدريته المصريين الأساسيين قبل حتى أذكرني بالخريطة المشهورة عرفت اللي لما يحطون يعني قبل نشأ الدول خليج جزيرة العربية كل منطقة تنتمي لقبيلة معينة يعني تسمى المناطق عليهم صح؟ يعني يحط لك دائرة كبيرة فرضاً هذه قبيلة تيام نعم عندك وادي الدواسر عندك وادي العجمان عندك وادي حنيفة لبني حليفة يعني لمؤخراً كان يتسمى عليهم قبل القبائل عشان قبل القبائل كانت نفس الدول كل قبيلة عندها مقومة الدولة كاملة فيها أمير فيها جيش فيها راية فيها قاضي قضاء من العوارف فيها مالية يعني حق الحروب طبعاً أغلب مالية القبائل من المعارك شنون يعني؟ ما في معاشات ما في مدخول يعني كان القبائل لما يغزون بعضهم يكسبون بعضهم كان هذا الدائر في ما يعيبهم يعني هذا كان الموضوع الجزء العربية فكان هذا أساس العيش يغزون بعضهم والقوي وكانوا القبائل اللي ضعيفة يجاورون القبائل الغوية القوية ويعطونهم أتاوة 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 يعطونهم أتاوة مقابل أنهم جاورينهم بحمايتهم أنه ما حد يغزيهم أنه هذا لا تبع القبيلة الفرانية فقبل القبائل كانت دولة لها أراضي مو بس لها أمير وقبل القبيلة كان لها مقومات في شيخ الغبيلة يعني شيخ الغبيلة لابد أن يكون يعني اليوم أنت لما لما أي حاكم يبي يصير حاكم كانوا يحطون أنه يتوسمون فيه الأخلاق لأن مصير الشعب كله مصير الشعب كله بقرار من شخص واحد اللي هو الحاكم فأيضا القبيلة كان مصير القبيلة كلها من شخص واحد اللي هو أمير القبيلة فكانت القبيلة لابد أن يكون الشخص هذا حكيم ولابد أن يكون يزكونه يعني سواء يكون بعد وفاة الشيخ القبل يكون ولده يكون أخو يكون ولد أخو بس لازم علاقة يعني لازم يرجع لفخذ معين فرضا من أسرة الشيخة نعم نحن أذكر أنا في قصة من قصص القبائل توفى شيخ قبيلة بعد العزة اختلفوا عيال الثلاثة الأبن الأكبر مفروض أنه يصير شيخ قبيلة الأبن الثاني خواله اختلفون عن خوال أخوه كبير وكان شخصيت أقوى من شخصيت أخوه كبير فقال أنا أنا اللي بيه الشيخة خواله وقفه بياه والكبير أيضا نفس الشيء اللي معاه قالوا له هو الكبير أصغر واحد قال مدام أخوي الكبر مني عال على أخوي الكبير أنا أيضا بالشيخة وصار خلافة على شيخة القبيلة بين ثلاثة الكبير والأوسط والصغير حاولوا حلو الموضوع صار في شيقة داخل القبيلة ولابد أن القبيلة تستقر على أمير علشان تستقر أمور غبيلة كلها قبل القبائل لابد أن لها أحد يرأسها إذا ما أحد رأسها كانوا يقولون العرب سواسية كأسنان الحمار سواسية كأسنان الحمار فلابد أن يكون لهم رؤوس يرجعوا له في رأيهم نزين شلحة لبين الثلاثة هذه الأخوان ما قدروا يشوخ الفخاذ الموجودين يحلون المشكلة قبل الناس كانوا يتعنون للشخص الحكيم أو العارف اللي يسمونهم عوارف البادية اللي دائما يحل المشاكل بعدها فقالوا في شخص مسيرة يومين يحل الموضوع تبقوا كلهم من يروحوا له وردوا الثلاثة أن الكلمة اللي رح يقولها الشخص هذاك رح يمشون عليها وتعاهده والشوخ الأفخاذ موجودين الشوخ القبيلة أن كلمة هذاك هو اللي رح تحدد منه من الثلاثة راحوا ثلاثتهم وصلوا للشيخ الفلاني طبعا عنها السفر قبل لازم تريح ثلاثة أيام ونفس الحين قالوا لها ترى هذي العيال الشيخ الفلاني قال الله يرحمه رايحوا ثلاثة أيام خذوا وجوههم ثلاثة أيام وريحوا قالوا لها ترى الموضوع واحد اثنين ثلاثة قال لهم هذا الرجل باتر بعد صلات الفجر الدخلون هم علي واحد واحد الدخلون الكبير وبروحه لما خلص منه يروح الذرة وما يشوفه الأخو أخوه لازغر منه ويدش عليه الثاني لأوسط ونفس الشيء وبعدين يدش عليه الصغير بس يتعهدون اللي يقوله راح تمشون عليه قالوا وإحنا ما جيناك لم تعهدين أنه راح ناخذ بكلمتك الثاني يوم الصبح توقعوا أنه راح يختبرهم بالمبارزة بالخيل بأي شيء يعني هل كان متعرف عليه يعني إيه يعني هم توقعوا شنو العيال يعني شنو بيحدد يعني هو شنو بيسألهم دخل الكبير كان يصب له فنجال القهوة عطاه فنجال القهوة خذ فنجال القهوة قال لا تشربه ولا تكبه ولا ترده ورد الفنجال مهزوز شي سوي بالقهوة الشيء ما أشربه ولا كبه ولا رده الشيء ما أرد لك يا فاضي قال لهذا اللي عندي يمين يسار يمين يسار ما أعرف قال أروح ورى الذرة دخله الثاني دخله الثاني الثاني كان شوية يشد صب له فنجال القهوة قال له لا تشربه نفس اللي قال حقه لا ترده ولا تكبه واشلون واش هالعلم قال لأنت الرضيت منهمس واللي قاعدين شوخ القبيلة اشهدوا يعني مش هالله يمين يسار ما أعرف روح الذرة مع أخوك دخله لصغير صب له فنجال القهوة قال له لا تشربه ولا تكبه ولا ترده ورد لي الفنجال مهزوز قاعد لصغير يفكر الفنجال في قهوة خذ طرف أمامته ويحط بالفنجال شربت طرف أمامته القهوة ورد لأياه قال الحقه اللي قاعدين شهدته وقاله شهدنا قال هذا شيخكم فشاخ الصغير على أخوانه ليش هذا سوى الحركة هذه الشخص مو لعب علشان يشوف من فيهم إذا كان فيه مشكلة ما لها حل وهو يطلع شنو طلع حل لأن مصير القبيلة كلها بشنو كلمة برأي هذا الشخص فشاخ عليهم سبحان الله صغير بالموقف هذا اللي صار بس الان كشيخ غبيل أبو عبدالله يعني صراحيتها نفس الصراحية فرضا الحاكم اللي يشوفها اليوم ولا تختلف لا لا كان شيخ غبيل عنده راي لكن الشيخ الأفخاذ اللي تحته أهم كان لهم راي أحيانا إذا قال شيء يعرضونه يعني نقرأ قصص أحيانا يقول شيء يعرضونه ويكون لهم راي وأحيانا قبل شنون الشيخة تنتقل من أسره أسره كان بالفعل إذا واحد ظهر بمعركة معينة ولا في حلال نوخذ من القبيل ورجع يشيخ عليهم بالفعل علشان شيء تسمع أنت أحيانا تكون الشيخة بعائلة بعدين تروح بعائلة ثانية لكن داخل قبيلة نفسها ها تصير هذي نعم تصير طبعا في أسر لهم من الشيخ قديمة مثلا عن نزة عندك من هذار الشيخ قديمة فيهم عندك الشمر عندك الجربة الشيخهم الشيخ قديمة فيهم فهذه تكون بأسرة واحدة والدويش أيضا الشيخ قديمة فيهم أكثر من في قليل جدا لتلقى مثلا في خلاف داخل القبيلة على الشيخة هذا جزء من القبيلة يشيخ شخص وجزء من القبيلة يشيخ شخص ويبقى المنوال هذا الشيخ صار إذا مات وصار ولده نفسها الفئة اللي مشيخها أبوت شيخها هو فيصير في شيخها لكن سبحان القبائل غلبها اليوم مع بعض صار فيدية صارتين مشكلة كلهم يجمعون ويخلوهم المحسوبيات هذه على صد أبي أعرف الجن ممكن أنت تنتمي لقبيلة وتسقط عنها القبيلة هذه شنو يعني يعني أنا فرضا أنتمي لقبيلة معينة وأقوم بفعل معينة وشغلة معينة اللي القبيلة خلاص أسقط عنها أن ما أنتمي لهم بعد اليوم أو تنعزل عنها يعني وشي شوف هذا أنا نادر تصير إلا إذا نفعتك القبيلة لفعل منكر يعني صار داخل تنفيك القبيلة أو أن شخص يصير لدم داخل قبيلته نفسنا ما قلت لك أعرفه ابن ورثمة ترى هذا داير يعني أن شخص يصير عليه دم ويدخل بقبيلة ثانية ويتسمى باسم ثاني لأن اليوم إحنا بظل وجود الحكومة بظل وجود القوانين يعني أن ناس تصير جرائم يقتل أحيانا تلقى ما تصير مشكلة بالشارع لو ما في قانون كان يمكن يوميا الناس يتقاتلون بالشارع على الأفة أو الابنام على هذا فقبل في البر أو في البادية إذا واحد صار عليه دم يطلع من قبيلته ويرجل عند قبيلة ثانية يتسمى عليهم ويضيع اسمه اللي قبل بس مو في مهن بعد اللي إذا ما رستها الصانع طبعا نشوف القبيلة داخل يكون فيها صانع يكون لها صانع داخل القبيلة الصانع هذا الغالب الغالب أنه يكون مو ابن القبيلة نفسها ابن القبيلة نفسها إذا بصير عنده صانع ما يقعد انديها العمه الغالب يكون عنده أحد ثاني كل صانع واللي لا صانع داخل القبيلة غالبا ما يغزو مع القبيلة صانع تقصد فيها أنه يشتغل بيدة أو شغل نعم نعم يكون عنده صانع بيدة نعم عنده صانع داخل القبيلة فهذا الشخص ما يغزي مع القبيلة ولا يكسب معهم ويكون كسبة من إيده ما يكون كسبة من الغزوة بس تشرح لي هذه أنا ما فهمت ليش شنو الفكرة من وراها شوف أغلب القبائل اليوم وهذا شيء ما يعيب يعني ولا فيه إساءة لكن لابد أن كل قبيلة فيها داخلها أتباع فيها الصانع لابد القبيلة يكون فيها شخص للصانع يستفيد من القبيلة داخلها لابد أن يكون فيها موالي بس تعطيني مثل أمثلة على الصانع عشنا ممكن تكون عند القبيلة الصانع واحد يكون يشتغل بالسيوف واحد يكون صانع على مو بس إصلاح السيوف إصلاح الأمور اللي تخص الخيل واحد يكون صانع أمور تخص بيوت الشعر يكون لكسب داخل القبيلة يكسب منها بيده الصانع هذا أحيانا مو بس بضرور القبيلة اللي هو منها يكسب منها أحيانا حتى القبال الثاني إذا سمعوا أن فيه شخص زين يشتغل بحرفه معينة صانع معينة يستفيد منها يروحوا له يشتفيدون منه في مقابل مادي ويكون هو صانع بالقبيلة اللي هو فيها الصانع هذا يتسمى على القبيلة اللي هو منها بس هم يشوفون الصانع نظرة دونية يعني نعم القبائل يشوفون الصانع أن الصانع هذا ما يغزي محالنا ولا هو منه يشونها بنظرة أقل معنا الشخص ذاق قبيلة الصانع هذا يكسب من كسب إيده مو قاعد يغزي ومو قاعد يأخذ لكن هذا العرف القبل عند الناس أن الصانع يشوفون أن هذا مو معنا مو نفس الدرجة اللي هما فيها صرحة القبيلة في أمثلة ممكن الشخص ينتسب لوالدته النبي عليه الصلاة والسلام جدة ينسب إلى أمه يسمونه قبائل الخندف قبائل الخندف منه النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر ابن كنانا ابن خزيمة ابن مدرك ابن الياس ابن مضر مدرك ابن الياس عنده أخو اسمه طابخة ابن الياس وعنده أخو اسمه قمعة ابن الياس هذال الثلاثة يقال لهم بنو خندف لأن أمهم اسمه خندف من قبيلة قضاعة فيقال لهم بنو خندف حتى في قصاد بعض القصاد للعرب يذكرون طبعا طابخة منه جد تميم طابخة طابخة تميم اسمه تميم ابن مر ابن أد ابن طابخة ابن الياس والنبع السلام ابن مدرك ابن الياس وقمعة ابن الياس جد قبيلة خزاعة طبعا في خلاف صار على خزاعة ان هي تنسب الامن لكن انا لقيت حديث في البخاري صحيح ان بسام ذكر ان جد قبيلة خزاعة عمر بن عامر رجع باسمه الى قمعة وقال مع السلام قمعة ابن خندف ابو خزاعة فالنبع السلام كلامه اثبت من النسابين فهذه القبائل تسمى خندف اصلا حتى راشد بن فاضل بن علي في كتابه مجموعة الفضائل في فن النساب في تاريخ القبائل اللي كان يذكر تاريخ الاعتوب انهم الخليفة والبحرين الصباح ذكر ان في بعض الاسر ينسبون الى امهم يعني فلان يعني في قال فلان بن فرح بن فرح بن فرح نعم شوف في اسرة بالجهرة من العتل من العجمان وقال لهم الزهية العتل منهم المخيال وغير المخيال اسرة المخيال العجمان طبعا الزهية نسبة الى جدتهم او امهم زهية الاعتابي فصار انقال لهم عيال زهية فصار لقب الزهية على الاسرة هذه اللي هي من العتل من العجمان فاحيانا لقب الام يغلب على كثير ثرافية أمثلة كثير ولكن أنا أعطيك الأمثلة القريبة ومثلة البعيدة بالنبع وفي مرة مرة شاختها بالقبيلة؟ لا ليس مرة ذكرتني بحادثة بإمارة المدينة من وراء كان في صراع على إمارة المدينة من وراء وما بين ذريّة أمير المدينة من وراء جماًز بن شيحا هو اسمه جماًز بن شيحا بن هاشم избن القاسم بين مهن العرج بن حسين بن مهن الأكبر بن داود بن قاسم بن عبيد الله بن طاهر بن يحين الساب ابن الحسن ابن جعفر الحجة ابن عبيد دلالعرج ابن حسن الأصغر ابن عليز العابدين ابن حسن ابن عليني في طالب هذا من مدينة جمازة بن شيحة ذريتها صارت قاتلون عن إمارة المدينة ذريت ولده منصور بن شيحة وذريت ولده مجبل بن شيحة وذريت ولده سعد بن ثابت بن جمازة عن ماته بن شيحة ففي ظل الصراع هذا حكمت المدينة يومين وحدة اسمها هميان بن تنبارك بن مجبل بن جماز حتى بعض المؤرخين يقول حصل شي غريب في المدينة أنها مسكت مفاتيح الحجر وسيطرت على المدينة مدة يومين فهذه المرأة الوحيدة التي حكمت المدينة المنورة هي منها من بني حسين يومين لما جعمها محمد بن مجبل وعطت المفاتيح وسلمته هذه هميان بن تنبارك في المجبل ودام يينب طاري رسول عسادة السلام لما نتكلم عن نسبة هل نحن نقول بس ينتسب لقريش ولا الموضوع ممكن أكبر من هذا لا نبع السلام قرشي نبع السلام قرشي نبع السلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب طبعا اسم قريش مو موجود في اسمه قريش مسمى قريش مو موجود في اسم النبع السلام لأن قبيلة قريش ذكر المصعب الزبيري وهم مولود سنة 1056 هزري فكان قريب أهد بالتابعين والصحابة اسمه مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام يعني شوفك قربه ذكر أن قريش سميت قريش نسبة إلى قريش بن بدر اللي أبوه سميت عليه منطقة بدر قريش بن بدر ابن مخلد وقليخلد ابن النظر ابن كنانة قال كانت قوافل كنانة كان أهو اللي يقودها أنت يا من قريش بن بدر فكان كنانة هذا قريش هذا هو اللي يقود القوافل هذه بالسفر فكان الناس يقولون أقبلت عير قريش يعني أقبلت قوافل قريش يقصدون قريش بن بدر فسميت هذه القبائل قبائل كنانة أو قبائل ذرية فهر بن مالك بن النظر هما سميت قريش وعم عليهم الاسم هذا كلام مصعب ابن عبدالله ابن ثابت ابن عبدالله ابن زبير من العوام ولده أخو زبير ابن البكار ذكر شيء هذا لكن قلبها في كتابة جمهرة نساب قريش وأخبارها قال أن بدر هو بن قريش أما عمه قال قريش بن بدر لكن النسبة ما في خلاف لكن بالنهاية نسبة قريش على هذه الحادثة وبالباجي الصحابة وباجي الأنبياء عفوا أن أبو عبدالله يسئف لهم ذكر أنه ينتمون بعد منه طبعا أنت ما تتكلم عن أكثر الأنبياء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نحن إبراهيم أبو الأنبياء من أسحاق ومن أسماعيل ومن أبناء ثانية قيل مديان وغير مديان وقيل مديان أخو إبراهيم في قيل مديان ابن إبراهيم الأنبياء بني إسرائيل كلهم من برية إسحاق من القبائل التي تكونت من بني إسرائيل قال لهم محمد عليه الصلاة والسلام من إسماعيل هذا مسلم فيه طبعا عندهم علامات النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصلا الصحابة اللي من بني إسرائيل اللي هما عبد الله بن سلام للمذرية يوسف عليه السلام وذكروا ليش أسلموا هما انت الحين الواحد صعبة حتى لو واحد يشجع فريق صعبة ينتقل إنه يشجع فريق ثاني صح ولم صح فهم بالك الدين صعبة واحد يخلي دين ويروح لي دين ثاني لكن كان عندهم علامات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم كانوا من بني إسرائيل حتى في حديث صفية بنت حيي بن أخطب زرشة النبي صلى الله عليه وسلم هي من بني إسرائيل لأي جدها هارون تقول أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا للمدينة أبوها حيي بن أخطب النبي صلى الله عليه وسلم أمر في ضرب عنق لأنه ألب على النبي صلى الله عليه وسلم الناس وكان يحارب النبي وأذن النبي فتقول هي تقول تقول سمعت أبوي أبوي ويعمي أبو ياسر ابن أخطب راحوا وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا العلامات اللي فيه والنبي مذكور أنا فترة قريت بأن ليش النصارى يدخلون في الإسلام وخفت أنا من بعض علامات النبسة الموجودة اليوم يعني يعني إيهي أنا بقول لك قصة صفية بنت وحيي وبقول لك بعدين طبعا واحد إيمانه موجود في القرآن لكن أنت لما تقرأ بالنصوص الثاني تخافي صفية تقول لما أبوي رجع يا عمي لقيتهم كسلانين وذابلين هم لا يبوني يطلع نبي من العرب وهذه مشكلتهم تقول فأسمع عمي يقول حق أبوي حي يقول له أهو هو أهو أهو تقول فقال أبوي نعم هو خلاص دروا أن هذا هو النبي اللي بيخرج يقول فعمي قال لما العمل قال لعداوته ما بقيت رعادي ما بقيت مع أنه شافوا العلامات فيه نعم هي النبي السلام بعد ما أتوا حي بن أخطب النبي السلام قال له بالله ما لمت نفسي في عداوتك قط النبي السلام يقول له لأن أذى النبي حي بن أخطب فأمر النبي في ضرب عنقه فبنت الحمي بقيت بروحه فالنبي السلام أهولي آواها وقال لها أن أردتي خليتك عندي وتزوجتك وأمتك وإذا تبيني الحقك في قومك أجلاهم إلى صوب خيبر ما خيبر برا أأمنوا شو خليت نروح من قومك قالت له قالت له يا رسول الله أني آمنت فيه كان قبل سمعتهم اي أنا آمن فيك وأدري أن أنت أنا من قبل فأنا خلني يحبسني عندك أفضل وكانت تحبه من كثير ما كانت تحبه يوم ما فات النبي رسول السلام تخلوا زوجاته عليه قالت له كلمة اليوم نقول لما واحد يقولك والله ودي اللي فيك فيني فقالت له والله يا رسول الله لودت أن الذي بك به فقاموا زوجات النبي تغامزون فقال لهم النبي والله إنها لصادقة شفلي درجة تحبه تقول له يعني ودي اللي فيك فيني أنا هذا على فراش الموت يعني نعم صفية بن تحي بن أخطب علامات النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم عندهم نص يذكر قسيس اسمه أنسلم تورميدا هذا قسيس أسباني أسلم في أيام أبو العباس الحفصي هذا عند النصارى تقصد نعم هو أسباني هو عنده كتاب اسمه تحفة نسيت في الرد على أهل الصليب نسيت اسم الكتاب قبره موجود هناك في تونس هذا كان موجود قبر القسيس ايه صار مترجم وصار مسلم وألف كتاب اسمه تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب تحفة الأريب هذا رجل قسيس أسباني هو يقول أنا كنت في أسبانيا وأبو كان يعلمني الإنجيل وحفظت الإنجيل وأنا نصف شطر الإنجيل عمره ثمان سنين بعدين رحت لمنطقة القطلان اللي هي اليوم اسمها كتالونيا هو من منطقة اسمها ميوريكا جزيرة ميوريكا معروفة هو يكتبهم ميوريكا يقول فرحت إلى أرض القطلان كتالونيا تعلمت عندهم بعدين رح منطقة ثانية داخل أسبانيا لما صار عمرهم بالعشرينات يقول فكانت المنطقة هذه كانها منطقة علم كلهم يلبسون الملف الملف اللي هو لبس النصارى يقول سواء كان هذا ابن سلطان ولا مو ابن سلطان ولا كان ابن حاكم لابد أن يلبس الملف وكان في قسيس موجود سيت اسمه كان قسيس وهو المرجع للناس اللي بأسباني وبرأة اسباني كان يعني كأنه مفتعام حق النصارى فيقول صرت أنا من خواص هذا القسيس اسمه نقلاو مارتيل قسيس هذا اسمه نقلاو مارتيل يقول فصرت من خواصة إلى أن أعطاني مفاتيح الكنيسة ومفاتيح كل شيء وصرت أخدم عنده اللي مفتاح اللي يعطوني فيه الهدايا مع أعطانيح يقول فبقيت عندي عشر سنين أخدم عنده في الكنيسة يقول بعدين مر المرات كان موجوده هو فقعدنا احنا فتكلمنا عن كلمة باركليتوس أن عيسى عليه السلام قال في الإنجيل سيأتي بعدي الباركليتوس ليعلمكم كلام الله وكذا يقول فاحنا قلنا من الباركليتوس بالقل العربية لباركليتوس يقول فهذا قال باركليتوس كذا وهذا قال كذا يقول فبعدين لمقعت وياه قال ها شنو تبحثت اليوم شو سويته يقول فقلت له احنا تبحثنا على كلمة الباركليتوس اللي قالها إيسى أنه سيأتي من بعد الباركليتوس مون هذا الباركليتوس الآية اللي ذكرها الله عز وجل اللي عز وجل ذكر نفس الآية ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد يقول فقلت للباركليتوس قال لي أنت اش قلت؟ يقول قلت أنا قول القاضي فلان وهذا قال كذا يقول قال والله أنت ما قلت ولا حد فيكم يعني سدت وقربت لك لكن ما قلت ولكل ما الصح هذا ما يعرف الاسم الصحيح لهذا الشيء إلا الراس يقوم في العلم هذا القسيس مارتيل نقلاو نقلاو مارتيل هذا يقول فأنا أحبيت يده قبلت يده قلت لآن عندك عشر سنين تعلمت منك الشيء لا تبخر عليه في المعنى هذا قال لا والله أنا خاف علمك يقتلونك النصارى المسيحيين ليش؟ قال ليش؟ قال تذكر أول ما وصلت عندي سألتك عن قربكم من المسلمين وحروبكم تغلبونهم ويغلبونكم قال لا نعم قال الباركليتوس هذا اسم الرسول العربي ما لهم وهو الذي ذكر دانيال الذي سينزل عليه الكتاب الرابع على لسان دانيال وهو معنى باركليتوس طبعا استدعبوا هاب النجار قرأت كتابه قاعد مع عالم باللغة الرومانية القديمة يقول سألتك لشنو معنات الباركليتوس ذكر الشيخ مرخميس فيه كتابة أذكر كنوز السيرة أنا ما أعتقد يقول قال لك باركليتوس معناته شنو؟ معناته كثير والحمد هذا متوافق مع شنو؟ مع اسم أحمد ومحمد يقول فأنا اتفاجأت لما القسيس قال لي أن هذا اسم باركليتوس هو اسم نبي المسلمين العربي هذا يقول فقيت ليش الحل؟ قال الحل أنك تدخل بدينهم لأن هذا الدين اللي نزل عليهم خلاص هذا هو اللي الله ذكره واللي ذكره عيسى أنه سيأتي من بعده والآية اللي بالإنجيل متوافقة مع الآية اللي عنده المقرآن نفسها أن عيسى قال لهم سيأتي من بعده باركليتوس ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد يقول فأقيت لي أنت ليش مدش الواحد إذا شافش يبي الخلاص الدينه والنفسه ليش مدش فيه؟ يقول فأقال لي أنا شوفني قسيس أكبر واحد هنا موجود في المنطقة وعمره تجاوز الثمانين وتشوف الناس شون يقدروني لو أروح أقل المسلم يقوله ما أنا اسلمت ما راح أعرف لسانهم ولا لغتهم وراح يقولوا لي المنة لنا إحنا مو المنة لك أنت أنك تخلت بديننا لكن يعلم الله أني أنا على دين عيسى يقصد دين عيسى التوحيد قبل التحريف معنا المهروض كان يدخل في الإسلام يعني يقول فأقلت ليش الحل قال لي تروح أدش فيه قال لي بس أحذرك إذا قلت حق أحد أن أنا قلت لك الكلام هذا راح أنكر كلامك وكلامي مصدق على كلامك يقول فسلمت عليه ومريته بعدين أعطاني مبلغ من المال وخذيته غراضي ورجعت بلدث يعني قاعدت فيها أربعة شهور بعدين رحت حق صوب تونس اللي كان فيها أبو العباس الحفصي كان السلطان هناك أبو العباس الحفصي يقول فأرحت هناك قاعدت مع النصارى اللي موجودين هناك أربعة شهور على أرغد يعيش يعني برتاح كنتوا ياهم فسألتهم من اللي يعرف اللسان النصارى تكلم لغتهم يعني نغم عربي يا ما يقول فقاله دكتور السلطان يقول فدلوني بيتي رحت له فلما شرحت لستانس حاطني على خيله وداني على السلطان يقول فأترجم كلامي حق السلطان فالسلطان قال لي قديمت خير قدوم أبو العباس الحفصي يقول فوقيت عنده ومشالي راتب وبعدين صرت تعلمت العربية ستجان أصير مترجم عنده فسمي أبو عبدالله الترجمان قابر ليلي اليوم موجود في تونس وألف كتاب اسمه تحفة الأريب فالرد على أهل الصليب فأهل الكتاب عندهم علامة النبع صلى الله عليه وسلم لكن صاروا بيحرفون فيها علشان يبعدون الاسقاط اللي الله عز وجل يذكره في كتبهم على النبع صلى الله عليه وسلم فأنت لما تشوف أنه في صحابة من بني إسرائيل أسلموا ما أسلموا إلا لأنه عندهم علامات محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم لو تقرأ إسلام أيضا سلمان الفارسي سلمان الفارسي كان نصراني كان مسيحي أيضا نفس الشي أنه خذ العلامات وعرف أنه سيخرج النبي في أرضين ذواتي نخل وعرف وكان يشوف خاتم النبوة طبعا نوع شي عطاه أكل عطى نبع صلى الله عليه وسلم أكل يقول قلت لهذه الصدقة يقول فشفت يخلي ربع يأكلون الصحابة يأكلون وماكله يقول فقلت وهذه واحدة لأن سلمان الفارسي لما وصل المدينة باعه يعني كان يدوره يدور المكان سيخرج فيه نبي لأنه قال لأحد الغساوسة يقول فباعوني قبيلة كلب قبيلة كلب باعوني إلى رجل ميثري يقول فما دخلت المدينة يقول يا يمكن هذه هي فسلمان كان يشتغل عند شخص وكان فوقنا الخلا يقول فسمعت رجل تحت يقول قاتل الله بني قيلة بني قيلة بني قيلة اللي هم الأوسل خزرج أمهم اسمها قيلة فنسبوا إليها فيقول نزلت سمعتنا هذا يقول أن هذاك يدعي أنه نبي يقول فقلت له ماذا قلت يقول فلك مني سيدي فقال لي ما لك ولي هذا يعني أنتش دخلك يقول فرحت حقه النبي شفت قاعد مكان المسجد قبل ينبيل المسجد النبو يقول فقلت له سمعت أنك أنت وصحابك جاي من السفر يقول فأعطيتك لقلت له هذه الصدقة يقول علامات اللي عندي أنه ما يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفي خاتم النبوة مرة ثانية ما يأكل إنه ما يأكل الصدقة ويأكل الهدية يقبل الهدية وما بين كتفي خاتم النبوة اللي هو نفس الشامة يعني طالعين من هجم مشعرة مثل بيضة الحمامة وبيضة النعامة يقول فأعطيت الأكل ورحت بعيد شفت ربع يأكلون أصحابه وما يأكل ما يأكل الصدقة يقول فأقلت في نفسي هذه واحدة يقول فبعدين بعد سم يوم رحت لقيت له هذه هدية لك يقول فشكتها يا أكلوا وأكلوا مع أصحابه فقلت هذه ثانية يقول ففي دفان عندهم في البقيع يتفنون أحد الصحابة فالنبع السلام كان لابس بشته كان لابس ردائه ونبع السلام من علاماته كان بطل زرارة القميص القميص لما تقرأتها قميص قبل الإسلام القميص اللي هو دجداشه يقول فالنبع السلام كان بطل زرارة وكان لابس ردائه يقول فشافني وراء نبع السلام ذكي فطين يقول فنزل يقول فشفت خاتم نبوه يقول فلمأت ضمتها من خلفه وبكيت يقول فقال عليه السلام تحول تعال جدامي يقول بعدين قتلى قصتي فجمع لنبع السلام مبلغ من الصحابة يقول فاعتقني بس المان الفارسي أيضا كان مسيحي كان نصراني وبني إصراني كان الصحابة الموجودين كانوا على دين موسى عليه السلام لكن علامات اللي موجودة في كتبهم زين على هذا السياق ذرية رسول صلى الله عليه وسلم عندما تتكلم عن الأشراف من هم الأشراف هل أي شخص من قريش ولا بنه هاشم يعتبر شريف وين تبتدي بالله والله الشيخ صارعي فوزان قبل فترة شفت لفتوة قال المسأله على البيت موجودين قال نعم البيت موجودين هم بني هاشم قرابة النبي عليه السلام فقال إنهم بني هاشم بني هاشم كلهم وبني هاشم هم بنوا عبد المطلب بن هاشم لأن عبد المطلب عنده أخو أسد بن هاشم بنت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب أخوانا فما لا ذرية اليوم فذرية هاشم بعبد المطلب وعبد المطلب ذرية منه عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب اسمه عبد المناف أبو علي بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب وجعفر النبي طالب وعقيل بن أبي طالب كان عالب الأنساب عقيل نعم عقيل كان أكبر من علي بن بطال بعشرين سنة كان كبير بالعمر والعباس بن عبد المطلب أيضا هذا من بني هاشم في ناس قالوا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما اللي في حديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاطمة عليه السلام الرضوان يعني وعلي رضى الله عنه والحسن والحسين قال اللهم هؤلاء أهل بيتي ففي ناس قالوا فقط آل بيت النبي هم أبناء الحسن والحسين برية الحسن والحسين وابناء فاطمة فتوة الشيخ عبد العزم باز للملك خالد في أحد الأشراف من آل أبو طالب من آل أخيرات من الفرع لمنى ملك لوردون منوك الحجاز أخمين قال لهم آل بون مي الثاني آل بون مي يعني من أشهر أشهر نساب الأشراف آل بون مي طبعا منهم ملك لوردون الشريف حسن من علي منهم قائمية مقام مكة قبل فترة قريبة قبل العهد السعودي ففي ناس قال ففتوة الشيخ عبد العزم باز حدد الملك خالد قال لنا فيه ثاني شخص من آل أبو طالب من الأشراف من آل البيت عنده حاجة كذا فيجب سدع حاجة أهل البيت وإعطاءهم اللي قاربتهم النبع صلى الله عليه وسلم والفتوة موجودة ففي ناس قالوا آل البيت هم الحسن والحسن في ناس قالوا آل البيت هم بني هاشم عموم هذا الناس يستدلون في تحريم الصدقة تحريم الصدقة على ابني هاش وفي ناس قالوا تحريم الصدقة على فقط الحسن والحسين في ناس قالوا آل على ابني بيطالب كلهم دام طريته عفوا هذا موضوع تحريم الصدقة شنو في فتوى معينة ولا في لا في حديث نوع السلام ذكرنا أن الصدقة ما تحل على البيت وفي ذكر حادثة أن الحسن يطالب أكل من تمر الصدقة فالنبي السلام حط صبعة بفم الحسن وقال تعلمنا البيت لا تحللنا الصدقة والشيخ خميس مرة تكلم قال أن الزكاة سميت زكاة لأنها من زكاوات الناس من أوساخ المال تنظف شيء يقول لك رائحت زكية لأنك أنت زكيتها من الأوساخ فنفس الشيء مالك لما تزكيت طلع منه زكاة فقيل أن زكاة المال والصدقات لا تحل على البيت وترى إلى اليوم المملكة العربية السعودية عندها قانون يعني أنا أشوف صراحة الدول كلهم الدولة الوحيدة اللي أشوف أنه عندها مراعاة للأسراف في الموضع هذا الدولة العربية السعودية مملكة العربية السعودية كان في وقف لأبن مية أمير مكة كانوا يتولى منه كان يتولى نص الشرط الواقف اللي هو أبن مية أمير مكة لابد أن يكون أمير مكة هو ناظر الوقف هذا أمير مكة فالمجال الملك عبد العزيز رحمة الله عليه صار وهو يعتبر الحاكم فصار ناظر الوقف هو في زمن ملك عبد الله بن عبد العزيز يرفعه بعض الأشراف أن يطلبون أن يكون ناظر منهم وهمة فالملك عبد العبد قد الله طلع قانون وصدر غرار أن تصير الوقف ونظارة الوقف عند البنمي نفسهم في عندك أنت ضمان الاجتماعي بس عفون هذا الوقف حق الاشراف هذا البنمي بن بركات أمير مكة حط الوقف هذا لذريته فلابد أن يكون فيه ناظر على الوقف هذا وفيه أكثر من شخص يعني يكون على اللجنة هذه أما ضمان الاجتماعي ضمان الاجتماعي نفس عندنا نبلي كويت إحنا وزارة الشؤون أنك تقدم طلاب وأنك تبين حاجتك في يعطونك الشؤون راتب الضمان الاجتماعي الذي ينعطى للناس في المملكة العربية السعودية يكون فيه جزء منها من الدولة وجزء منها من زكاة الناس وصدقاتهم أن الناس يتساهم فيه ضمان الاجتماعي فيعطي فرفعه الأشراف أيام الملكة عبدالله بن عبدالعزيز أنه يبونه ضمان الاجتماعي الذي يتخصص حق أحد من آل البيت أنه لا يكون فيه جزء من الزكاة والصدقات أنه يكون فقط من الدولة الملكة عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه في نهاية حكمة وأصدر القرار في زمن الملك سلمان أن الضمان الاجتماعي للأشراف فقط يكون من أموال الدولة ولا يكون فيها داخل من زكاة أو صدقات الناس هناك مميزات ثانية يعني ليس شرط تكرم على الفترة الحالية لكن حتى في فترة سابقة مميزات عندهم معينة أو أشياء يعني أنت كونك شريف عندك مميزات معينة أو في أشياء فرضا أنت محروم منها مثل ما قلنا الزكاة يعني في أشياء ثانية ولا بس هل موضوع هذه سبحان الله هذه المخصصات أو المميزات صارت سيئة وحسنة بنفس الوقت سيئة وحسنة بالإعفاءات والإعطيات يعني بالدولة العثمانية كان عندهم إعفاء الضرائب للأشراف يعني ينتسب الأشراف ويعفى من الضرائب فصار فيه كثير من الشام والعراق يدعون أنهم من الضرائب علشان يعفون من الضرائب وكان فيه إعطيات تعطى لآل البيت أيام الدولة العثمانية فكان فيه ناس يدعون أنهم من الأشراف علشان يأخذون من هذه الإعطيات سواب العراق ولا سواب الشام ففيه خلال الدولة العثمانية فيه لعب صارح يانا بالنقابات وبالمسميات نقابات شتقصد فيها؟ نقابات الأشراف يعني فيه نقابات الأشراف لكن أنا أقول لك اليوم اليوم أي واحد يطلع شهادة شهادة تشوف شهادة حط بتويتر شهادة ولا بالفيسبوك شهادة وحاطع مدنسة وخاتمين عليها النقابة العلمية العالمية للهاشمية والأشراف والآل البيت والكلام هذا هذا مزور صحيح لأن الأشراف ما في اليوم لهم نقابة إلا نقابة مصر ونقابة مصر أيضا داش فيها لعب فشنو اللي يعتمد عيل اللي يعتمد طال عمرك من المكاربية السعودية الله يزاهم خير أحطهم معرفين للقبائل ختم رسمي مكتوب عليه وزارة الداخلية إمارة المنطقة الفلانية فالأشراف اللي في مكة عندهم أختام معرفين الأشراف لكل قبيلة من الأشراف ولكل فخد من الأشراف ولكل بطن يكون عنده ختم رسمي مكتوب عليه وزارة المنطقة العربية السعودية وزارة الداخلية مثلا إمارة منطقة مكة شيخ الأشراف ذوي كذا شيخ الأشراف ذوي كذا حتى لقب بر السعودية لا بس داخل السعودية فإذا شخص يدعي أنه شريف من بره السعودية هذا شلون تقدر؟ لا يعني ممكن يردون عليه بإفادة في لجنة اسمها اللجنة الخاصة لضبط وتوثيق أن سابل الأشراف المعتمد من وزار الداخلية السعودية لا بس أنت بعبد الله هيك واحد بره السعودية يقول لك أنا من الأشراف أنت بالنسبة لك شنو الدليل القاطع؟ أول شيء لازم يكون فيه مصدر معتبر أن المنطقة اللي هو فيها فيها ناس من الأشراف ويكون عنده شهر واستفاضة في محيط أنه من الأشراف وإذا كان عنده عامود نسب لازم يحقق عامود النسب شنو عامود النسب؟ عامود النسب يعني إذا كان عنده عامود نسب طبعا فيه ناس من الأشراف عندهم عامود نسب فيه ناس ما عندهم نسب ما عندهم عامود نسب أفوان إذا كان حاط له عامود نسب متصل لابد أن يتحقق بوساط عامود النسب يعني واحد قاله كان فلان بن فلان بن فلان بن فلان تأخذ عامود النسب تشوف وين وقف مثلاً الكتاب هذا طابق عمود النسب على بعض الكتب والمصادر اللي عندك تلقى وقف عند الجد اللي هو يدعي الجد العاشر زي ما بعد الجد العاشر عندك وثاقة تربطك بالشخص هذا أوكي الشخص هذا ثابت نسبة إلى الحسن بن علمي بيطال مثلاً زي ما هذا الشخص عندك شيء يثبت أن أنت من دريته هل عندك مستمسكات هل عندك مبايعات هل عندك وثاقة هل عندك شهادات هل أحد يقر لك بالشيء هذا إذا قال لك لا ما عندي طبعاً في أمثلة كثيرة مرت يعني في ناس كثيرة مروا علي يعني شفت كثير من الأسنين يطافت ما تعطينا مثال أو قصة يعني طبعاً من أكثر الأمثلة المعاصرة في الدعاء النسب قبل فترة يمكن رغد صدام حسين نزلت تغريدة فيها شهادة نسب أنها ترجع لحسين بن علمي بيطالب طبعاً أنا أكلمك على عشرة صدام حسين متجرد من أي خلافات سياسية أو اجتماعية أو أي أن كان تحقيق النسب ما لا علاقة في أي شيء لا في المذهب ولا في الطائفة ولا في العقيدة عشرة صدام حسين من أكثر الأسر اللي يتكلمون في عدم صحة انتسابها إلى البيت لا لها لا شهرة ولا استفاضة ولا مصادر لكن نحن عندنا اليوم أي حاكم اللي يكون لسلطة ولا قوة إذا ادع نسب ما حد قرر يصادمه ولا حد قرر يقول لك أنا سبق غلط أما الشهادة اللي حطتها رغد صدام حسين هذه من إحدى المكاتب التجارية اللي تبيع الأنساب مثلاً ما تشوف مثلاً مكتب مكتوب نقابة السادة الهاشمين في لندن نقابة المادروين الاتحاد العالمي في بريطانيا أو هذه كلها مكاتب تجارية تبيع أنساب بمقابل مادي ولا للأنساب اللي يدونونها ويعتمدونها أي اعتبار فيه سواء عند أشرف العجاز ولا غير الحجاز طبعاً احنا عندنا مثلة كثيرة مو بس الناس يدعون النسب إلى الأشرف عندنا الناس كثير يدعون النسب لقبائل العربية لا ينتمون لها عندنا حالات نادرة احنا أن يكون واحد صريح نسب صحيح النسب للأشرف لآل البيت لكن ما يعني النسبة ولا يظهر نسبة عندك مثال الفنان الأستاذ عبد المجيد عبد الله عبد المجيد عبد الله والده القاضي كان قاضي في القنفذة واذكر اللي عرفت أن أصلهم جيزان والده القاضي الشريف عبد الله بن أحمد آل مطهر الطبطبائي الحسني يمكن عبد المجيد عبد الله أول مرة أعلن أنه يرجع إلى البيت لكن هو قد يكون عنده اعتبارات أنه فنان ومغني علشان الناس لا يقولون له مثلاً أنت مغني ويجدك الحسن بن علمي بطالب فهذه الاعتبارات تخلي الواحد أحياناً ما يظهر نسبة علشان لا يطيح في إحراج أن الناس ممكن يسئلونه أو يقولون له أنت نسبك للأشراف وأنت تكتب أو تلحن أو تغني لكن هذه حالات نادرة لكن الحالات المتفشية اليوم هي الدعاء النسب الشريف على غير صحة طبعاً موضوع تزوير النسب أو الدعاء النسب اليوم صار ممتوقف بس على الشهادات المكاتب التجارية هذه اللي بيعون النسب ولا متوقف على الوثائق المزورة اللي يدعون فيها الناس نسب غير نسبهم صار وفي فئة كبيرة وهذه آفة البحث أن الإنسان يعتمد على المتشابهات يعني مثلاً اليوم تلقى واحد مثلاً اسمه خالد أو اسمه أحمد في ناس ينقل لهم مثلاً بني أحمد في منطقة وفي ناس ينقل لهم بني أحمد بالعراق مثلاً هذا جدهم أحمد ينتمي إلى قبيلة وهذا أحمد ينتمي إلى قبيلة صار يقال ذريثة بني أحمد وبني أحمد صار يقال ذريثة هذا الرجل الأحمدي وهذا ينقل الأحمدي نسبة لجدهم فمو بضروري بعدين بعد فترة يقول ترى الأحمدي اللي هنا الأحمدي اللي هنا أمو نفسهم هذا الهاجر ونفس الجد ما يصير لأنه العسان متكررة يعني مهلاً عالتك البلادي رحمة الله عليهم سوي كتاب اسمه معجب القبائل العربية المتفقة نسباً المتفقة اسماً المختلفة نسباً اليوم عندك انت الأشراف عندهم فرعين قالهم العبادلة اللي منهم ملوك الأردن والحجاز ومن الشريف حسيم العلي قالهم العبادلة جدهم عبدالله بن الحسين بن محمد أبو الميت ثاني كان أمير مكة وعندك من يقال لهم العبادلة أيضاً العبادلة من المحلف من عنزة وعندك العبادلة بني عبد الله اللي هما من مطير كلمة العبادلة يقصد فيها جمع أو ذرية رجل اسمه عبد الله فهذا عبد الله من مطير وهذا عبد الله من عنزة وهذا عبد الله من أشرف ما أقدر أقوله أنا اليوم في إيناس يعني أنا قاريت في إيناس يقولين ترى العبد الله اللي هني وعبد الله اللي هني هما نفسهم جدهم عبد الله واحد هل الكرة أرضية ما فيها إلا عبد الله واحد هل لم يقول مثلا أنا في واحد اسمه عرار نفسه واحد صار لي موقف أنا مثلا واحد في أسرة يقال لها العرار أو العرارية موجودة في فلسطين وفي الشام فيه رجل يقال العرار حسيني موجود في بادية المدينة اللي هناك قالوا لقوا اسم عرار قال هذا عرار جدنة هل العرار الكارضية من الله خلق آدم اليوم ما فيه اسم العرار واحد فالناس صارت تعتمد على متشابهات فيه المؤتلف والمختلف بالنسبة فيه ناس لازم تقرأ عندك اليوم أسره يقال لها الجماز من بني زيد بشقرة أسره معروفة وفيه آل جماز من الأشرف هل أنا اليوم يقول فالجماز هذي لا يعني يقول لك واحد لا لا شراف آل جماز هل الجماز ترى هل نفسهم نفس الجد لا اسم جماز هذا أبوسا ما جماز وهذا أبوسا ما جماز مو ضروري كلهم ونفس النسب فاليوم صاروا ناس كثير يعتمدون على متشابهات وعندك ناس يعتمدون على وثاغ مزورة في ناس يعتمدون لك على كلمة بقصيدة ويأولها تأويل وكيفه ويلزق نسب فخذ كامل أو قبيلة كاملة في قبيلة مو قبيلة فاليوم عندنا الوهم إحنا فالإنسان في البحث لابد أن يرجع في أمور إثبات النسب للشهرة الزمانية والشهرة المكانية والمصادر والنصوص والمتواتر عند أسرته والمتواتر عند المحيط اللي هو فيه ومتواتر عند القبيلة اللي هو ينتسب لها أنا بس باخذ بريك من التسلسل اللي قاعد نسويه لأن السؤال مهم بالنسبة لي يعني أنا قبل اللقاء وإحنا باللقاء قاعد أستوعب كثير أنتم سخر وقت ومجهود حق موضوع الأنساب ليش صار عندك حشي هذا والله بدايتي 2005-2006 أنا أول ما أشوف أي واحد يبحث بالأنساب يبحث بالتاريخ أول شي تلقى بدا بجماعته أنا أول ما بدايت بدايت 2006 كان عمري 23 سنة يعني مكتبتي أنا دائما نقول مكتبتي عمره 16-17 سنة ابن ستة شمصرنا يعني تقريبا 17 سنة تقريبا فكنت أقرأ بأقرأ عن الترحال جماعتي قبيلتي من المدينة متى انتقلوا تاريخ انتقالهم معاركهم أحداثهم فلقيت تاريخ بني حسين اللي اليوم هم جزء منهم مع الضفير وفي جزء منهم نجد وفي جزء منهم في المدينة شلون جزء منهم مع بني الضفير؟ طبعا الضفير كان من أقوى القبار كانت أسكن جوار المدينة يعني فبني حسين احنا أغلبنا ذرية الحسين الأصغر بن علي زي العبدين حسين العليز العبدين أعقب ست ذريته من ست ابناء محمد الباقر وعبد الله الباهر كان جميل فيسمونا باهر من جماله وزيد الشهيد قتل في زمن هشام بن عبد الملك وعمر الأشرف والحسين الأصغر وعلي الأصغر فنقيب بني حسين علي بن شطقه مش يقول يقول والإمام النحرير علي زي العبدين أعقب محمد الباقر وعبد الله الباهر وعمر الأشرف وزيد الشهيد والحسين الأصغر وعلي الأصغر والحسين الأصغر هو جد أشراف المدنيين قاطبة إلا شرذة ما ترجع لأخويهم محمد الباقر وزيد الشهيد فكان يذكرون أكثر فروع بني حسين بادية حول المدينة البادية المدينة هذه كانوا من ساكن فيها كانوا ساكن فيها الضفير الضفير جدهم أساسا في ناس يقولونك الضفير تضافروا هذا اللي يقول لك الكلام هذا الضفير سموا يضفير لهم تضافروا هذا اللي يقول لك الكلام أما يكون جاه في الأنساب أو جاهل في القراءة أو أن يسمع كلام العوام الضفير من بني لام بني لام يعني حتى أنا أسمع الشيخ مبارك صباح لما قال شمر بني عم الضفير ترى كل ما صحيحة هذه لأن الضفير أول من ذكره من الحمداني الحمداني ولد سنة ستمية واثنين توفى ابن حجر عسقان اللي يقول على رأس القرن يعني سنة سبعمية يعني عاش 98 سنة لما كان أبو أو أهوة كان مهمن دار مهمن دار العرب مهمن دار العرب مهمن دار العرب كان هو مهمن دار العرب يعني مسؤول عن ضيافة العرب عند السلطان المملوكي فكان أي عرب يوفدون عند السلطان المملوكي كان يسجل أسماء قبائلهم وشيوخهم فذكر كان يقول وبن وظفير من عرب برية الحجاز ومساكنها والضغن قبال المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام هذا من أي بالدولة العباسية لأن بني لم تكونت منها مو كلها يعني لم تكونت منها أربع قبائل ظفير وكثير ومغيرة والفضول اللي منهم مفرضين قال الفضل يعني فهذه أسماء لغة عربية ظفير هذا معنى الاسم ظفير أنه ما طلب شيء لناله ظفر فيه يعني اسم ظفير فلما يقولك بن وظفير نسبوا إليه بالبنوة أنهم أبناء بن وظفير مو ظه لأن في ناس يحطون ظه هي ظه بن وظفير في ناس يحطون شنو ظه أنه تضافر يعني مباق تضافر فهذا خطأ الحمداني لو قلنا من 600 إلى 700 ذكرهم بن وظفير عند المدينة أتى بعده بن فضل الله العمري في كتاب مسالك الأبصار وممالك الأمصار ولد سنة 700 ووفى 740 هجري قال نفس الشي قال وشمر ولام يعني شمر ولام من عرب الحجاز ذكرهم قال وظفير من بني لام يعني ذكر شمر ولام إنه معيانهم تحتهم ضفير ولام وظفير من بني لام مساكنهم الضغن قبال المدين من وراء ساكنها صلاة والسلام جبعد العمر على ساكنها صلاة والسلام لن نبع السلام ساكنها توفى العمري 740 هجري أتى بعد القلق شندي مولود 750 هجري توفى 821 هجري قال نفس الشي قالوا بن وظفير من بني لام من عرب برية الحجاز مساكنهم الضغن نفس المكان معهم الضغن أتى بعد علي بن شطق صح كتاب زارة المقول في نسبة ثانية فرع الرسول في القرن العاشر ذكرهم آل الضفير إنهم من عرب الحجاز وأتى الجزيري ذكر أيضا أن آل الضفير وعنه زي هذيلي صوب الحجاز من بادية الحجاز أتى بعدهم ضامن من شطق لام القرن الحادي عشر الثاني عشر ذكر أن الضفير وبني لام كانوا محول الحجاز أتى عثمان بن سند في كتاب مضالع السعود في أخبار الوالي داود ذكرهم بالاسم آل الضفير طبعا هنا بعد ما أخرجه آل الضفير أتى بعده عبدالله عنوان المجل في أخبار نجد بن بشر وهو معاصر إمان فيصل بن تركي ذكرهم آل الضفير آل الضفير أنه نسبة إلى جدهم الضفير آتى بعد بن بشر عبدالله محمد البسان في كتابة تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز العراق ذكرهم آل الضفير آتى عباس العزاوي توا قال أن الضفير يسموه الضفير لأنهم تضافروا والناس خلوا كل نصوص هذه راحوا العزاوي قال الضفير تر عشان تضافروا مو صحيح الكلام هذا حتى حمد الجاسر قال في كتابه قال أخطأ صديقي عباس العزاوي قال أن الضفير من التضافر والأسماء لو تعول وأن الضفير علم وقال وشلون احنا دشينه معاهم يعني اختصار رحمد الجاسر يقول وهذا كلام صحيح يقول وانتشر الحسينيين بودا بودا يعني بادية بجوار المدينة الحسينيين هم ذرية الإمام الحسين فحدث ما بينهم وما بين أبناء أمهم ومراءها مراء المدينة بعد الحوادث صارت ومراءها من الحوادث ما سبب انتقالهم وانضمامهم إلى قبيلة الضفير أقوى القبائل التي كانت تسكن بجوار المدينة كمن ضم إلى بني حسين هؤلاء فرع من قبيلة حرب وهم لشبول يذكر تذين وبعد حوادث حصلت في القرن الحادي عشر أو قال العاشر غادرت قبيلة الضفير ومن انضم إليها من الحسينيين إلى بلاد نجد ولا زال بني حسين هؤلاء يكونون فرع من فروع قبيلة الضفير ما احتفاظهم بنسبهم إلى الإمام الحسين عليه السلام أنا أن هذا كله عفوا بربطه باللي قلنا أول شيء أنا أنا بديت أقرع عن تاريخ جماعتي إن شلون انزلوا وشلون طلعوا من المدينة لا بس عفوا أنا أنا اللي بربطه اللي قلناه بداية أول شيء إن تحالفكم أفرت أن تعالف أهلك مع الضفير ما يعني بأن أنت تنتمون الضفير صح؟ لا أصلا شرعيا ما يجوز يعني أنا أقولك شرعيا شرعيا أنا ما أقول حق أقول لما أنت تقول أنك أنت من الضفير أوكي تقول أنت من الضفير ككيان الضفير هذا أما لما تقول أنك أنت من الضفير هذا شرعيا ما يجوز لأن هذا مو أبلك الضفير هذا الرجل اللامي هذا هو جد للناس اللي من ذريته فأنت لما تنسلخ من أبوك نبع السلام قال من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام أنا ما أقدر أقول أنا من ذري الضفير أو من الضفير منه وأنا أعلم أنه مو أبوي في تحريم الجنة في لعنة نبع السلام فأنت لما تقول مثلا بني حسين من الضفير ككيان كحلف صحيح أما تقول أنت ضفيري مثلا مباشرة هذه قد تدخل فيها شبهة شرعية أو ينطبق عليك حديث النبع صلى الله عليه وسلم فأنا كنت أقرأ زين الضغن هذه وينها الضغن الضغن هذه اللي كانوا ساكنينها الضفير فيه حرة اسم حرة فدك معروحة حرة فدك حرة فدك نعم وفيه حرة اسمها حرة ليلة وحرة النار هذه المنطقة ما بعدها وما بين جبلين شمر هذه المنطقة إلى فوق العلب شوي هذه اسمها الضغن هذه كانت منازل الضفير من أيام الدولة العباسية من أيام الدولة العباسية سقطت سنة 650 هجري من أيام الدولة العباسية كانت هذه مساكن الضفير بعد ما طلعت الضفير أكثر مكان استغروا في السر يعني علي بن عبدالله بن عسكر الضفيري وكتابة نول المسير في تاريخ الضفير يقول أن السر هي موطنهم الأصلي كانوا أكثر مكان يعني ينطلقون منه مثل قاعدة حربية كان يطوع منها الضفير مثل متى راحوا يعني متى راحوا البادي الجنوبي للعراق شمال الكويت متى راحوا راحوا الرخ بن بشر قال وفي هذه السنة غادرت الضفير من نجد وقاموا في ناحية العراق أي سنة سنة 1156 هجري الموافق 1743 ميلادي قبل التاريخ هذا ما كانوا أهم أساسا مستقرين في العراق ولهم محسوبين على الأراضي العراقية كانوا هم قبيلة حجازية نجدية تقال تقول حجازية نجدية كونهم في الأماكن هذه يعني ما بين العراق والحجاز هذه كلها نجد فانتقلوا هناك بعدين جاء عبدالله بن حمد البسام قال وفي هذه السنة غادرت الضفير من نجد واكتالوا من البصرة واقاموا في ناحية العراق فالضفير أساسا موطنهم وهو قرب الحجاز ثم انتقلوا إلى نجد إلى بلد نجد كما ذكر حمد الجاسر وغيرة ثم انتقلوا متى انتقلوا؟ انتقلوا بعد قيام الدولة السعودية الأولى تناطحوا مع الدولة السعودية أكثر مرة وبعدين هم أيضا دخلوا مع الدولة السعودية صاروا من ضمن الدعوة الدولة السعودية وغادروا بعدين حتى أحد المؤرخين يقول واستطاعوا بقوتهم أنهم يكونوا لهم وطن جديد فمن العام هذا أصلا أحد المؤرخين الضفير اللي هو علي بن عبدالله بن عسكر الضفيري يقول أصلا الضفير مو بالتاريخ هذا راحوا الشمال حتى بعد التاريخ هذا صارت لهم وقائع في نجد فهما مو بعد التاريخ هذا كلية راحوا البادية الشمال اللي هي شمال الجز العربية وشمال الكويت اللي هي ما بين العراق وما بين الكويت بس على هالطاري سؤال عابر سريع بعبد الله ليش هالاعتزاز بمنطقة نجد اللي تلقي الناس كثر ما تقدر من القبائل بأن يعتز إذا قبيلتها طلعت من نجد شنو سر هذا البقعب من الأرض اللي موجودة هناك والله شوف هي لأنه هي أساساً هي الجزيرة العربية فأغلب القبائل القديمة اللي نولدت منها القبائل الحديثة موطنها الأصل الجزيرة العربية فلما واحد يقول لك أصل قبيلتنا من نجد فأنت من قلب الجزيرة العربية هي معنات أن مثلاً تقول القبيلة هذه في قبائل العربية بالحواز فأي شي يقول لك يقول لك أنا أصلي من نجد لأن نجد إيه هي موطن ولادة القبائل هذه إيه هي سمها الجزيرة العربية النبع السلام كان يذكرها باسم جزيرة العرب فلابد أن يبيلك أنه يرجع لموطن الأصلي إلا هو أساس أرض العرب ومسمى في كلام ليش تم تسميتها بها الأسم هذا اللي هي شنوه؟ نجد لا نجد باللغة نجد هي كل ما ارتفع من الأرض نجد والحجاز الحجاز شنو معنات الحجاز؟ الحجاز هي سلسلة جبال تحجز ما بين تهامة ونجد فسميت حجاز حاجز ونجد كل ما ارتفع من الأرض وفي نجد العليا وفي نجد السفلة حتى منطقة جرية في قرية العليا وقرية السفلة لكن الناس دائما تجرت على سانهم كلمة جرية أو قرية لأن كلمة القاف والجيمت راح حتى هل الكويت يبدلونها يعني هل الكويت كلمة عالة العبد الجادر هي أساساً الاسم ليس جادر اسمي القادر هي يرجع لك الباقي يقول لك يرجع للباقي أسرة الثاقب اللي مرة ذكرتنا أنهم عيال عمال السعود وهم خوالوا مبرك الصباح يسمونهم الكويت الثاجب فصلاة القيام القيام يسمونها الكويتين صلاة الجيام فلما يقول لك قرية العليا هي أساساً قرية قرية فصار يسمونها جرية فهذه المسميات هي القديمة نرجع حقق قصتك فبدأت تقرى بتاريخ أسرتك لين تعلقت بالموضوع نحن مسخر هالجهد هذا شنو اللي يبالك هو من أنت تقرى هو شيء يصير سبحان الله يصير شنه أدمان أنت من تقرى 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 عن أسرتك كاملة بعدين تتفرع بعدين تقرى عن القبائل العربية ثانية بعدين يصير فيك شغف عن أنك تقرى القبائل الثاني بعدين يصير فيك شغف أن تقرى عن الأنساب عامة وعلم النسب مربوط بالتاريخ لكن علم التاريخ مربوط النسب يعني أنت لما واحد يأرخ حوادث مضرور يكتب الأنساب أما اللي يتكلم في النسب لابد أن يكون النسب مربوط بالتاريخ لأنه فيه شهرة زمانية ومكانية ولابد تذكر القبيلة هذه ومكانها وين حوادثها وين وقائعها فالنسب لابد أنك معاه تقرى بالتاريخ فهذا الشغف بدايته أنك تقرى في أسرتك ثم تبحر لا شعوريا أنك تقرى في الباجي بس أنت أنت مختصر على قراءة يعني أنت ما يتبقى تصول فيه بس أنت عادي ناس يكلمونك أنه يبي يسوي فرضا فحص معين أنت تساعد فيه يعني أنت واصل مرحلة يعني أنت واصل مرحلة لأي أحد يتصل على أبو عبدالله حاضر أنا عند ويهك وساعدك وسأدزلك النتائج واستقبلها والله شوف أنا والله شوف أنا أي واحد بالله صراحة يبي يبحث حت له ما أعرف حاول أساعده أنا ترى قبل فترة قطعت وخرت أنا بتاعت يعني من توفو بوي الله رحمه 2016 قطعت صرت ما قل الظهور يعني قبل جاءتني فترة بسناب كنت أصور كانوا الناس أحيانا بلوردون يصادفوني يسألوني كان يعني قلة قليلة يعني كان لاحي ما ظهر سناب ظهور القوين السلحين فأي واحد أشوفها يبي يبحث صراحة أساعده ليش أساعده لأن الإنسان من حقه يعني هو قاعد يبحث يبي علامة أنا إذا أنا مثلا هو يبحث يقعد شمسنا أنا أختصر عليه أختصر عليه أقول له أنت وين أسرتك من وين نازله شين قال حقي أحاول قد ما أقدر فيه ناس حيانا تقرى تساعد فيه نحن تلقى توصل عند مرحلة خلاص وهو لابد أن يعطيك مفاتيح لابد يعطيك يعني يعطيك بعض المفاتيح لتبحث له فيهم شو تقصد يعني يعني يقول لي اسم الفخذ ماله مترجعوا الكويت شنو أقرب عائلة لهم ممكن يعني بعض المفاتيح عشان تدور له تبحث له وفيه ناس تلقى ما عنده مفاتيح فأنت ما ينزل عليك وحي عشان تعرفه هو قبيلت وين فتوقف وياه فمن حق أي واحد يريد يحث أنك ما تعارضه يعني أنك تساعده صراحة أن أي واحد يبحث يقول لي اعتبر مكتبتي مكتبتك تعال طبعا ما في كتاب يطلع ممنوع أنا كتاب يطلع الكتب يعني أولادك أي والله كتاب ضاع ولا شي والله أقعد شمي وما ضايق فيوصل عند المكتبة أحاول يبحث وياه يصور بعض المراجع يصور بعض المصادر أنا أحاول واحد يحاول الذي يقدر يفيد فيه يفيد فيه قال لي عزيزي شنو الدرجة هذا 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 أبو عبد الله جاهز عطنا الآن نسمع في ساعات نسمع سيد ساعات نسمع شريف ساعات نسمع نقيب ما الفرق طبعا على كثر الرسالات اللي قرأتها أنا والفرق ما بين السيد والشريف قال لأني أشوف أنا بالمجمل يقال لهم كلهم السادة الأشراف قال البيت طبعا معنى السيادة الله عز وجل ذكر يمكن بالقرآن أن يحي عليه السلام قال وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًا مَنَ الصَّالِحِينَ في الحديث النبع السلام قال إن ابني هذا سيد الحسن ابن علي بن بيطالب قال إن ابني هذا سيد في حديث سيدة شباب أهل الجنة أن الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة طبعا السيادة بالمعنى أو الشرف بالمعنى قد يكون متوازين بالتفسير معنى السيادة ومعنى الشرف شرفه هو الشرف بالقوم أو السيادة بالقوم أو العلية أو الرفعة أول من ذكر من الأشراف قد يكون هو أول من ذكر على شاهد قبرة مكتوب السيد الشريف هو السيد الشريف مكتوب السيد الشريف معاذ ابن داود ابن محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علي بن يبيطالب توفى تغريبا من نهاية القرن الثالث الهجري فلا اشوف ان اللفظ اللي دار قبل كم قرن من الزمن ان ذرية الحسين يقال لهم السيد وذرية الحسن يقال لهم الشريف هذا قد يكون على غير اصل يعني لأن اثنان يرجعون الى الحسن والحسين اخوان اثنانات هم نفس درجة اتقرابتهم للنبي عليه السلام ابناء فاطمة ابناء الام وابناء الاب فكثير juro ان ذرية الحسين يقال للسيد الحسين او الشريف الشريف الحسن لان فيه ناس من ذرية الحسين يقال لهم الشريف يعني أنا عيال عمي بعضهم بالمدينة لما أروح لهم اثباتاتهم الرسمية مكتوب آخر شيء الحسيني الشريف وينادونهم الشريف أفلان أفلان الحسيني وفي ناس منذرية الحسن يقال لهم السيد وأيضا في ناس منذرية الحسن الدارج قبل يقال لهم الشريف في ناس منذرية الحسن يقال لهم السيد وقال لهم الشريف وفي ناس منذرية الحسن يقال لهم السيد وقال لهم الشريف عندنا في الكويت مثلا طبطبائية منذرية الحسن يقال لهم السيد فأنا أشوف على كثرة الرسالات والمعاني اللي قرأتها إلا بالنهاية باللغة معنى السيد ومعنى الشريف باللغة موازي لبعضهم يعني في المعنى فبالمجمل آل البيت وقال لهم السادة الأشراف آل البيت لقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق بنت فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام نزين أبو عبد الله كل الأشراف ينقسمون إلى يعني حسني وحسيني هو شوف في ناس قاله والطالبيين كلهم أشراف في ناس قاله والهاشمين كلهم أشراف في ناس قاله والعلويين كلهم أشراف في ناس قاله أشراف فقط ذريت فاطمة لأن علي بن بن بطالب عنده من ذريته خمسة بناء اليوم الحسن والحسين وعمر بن علمني بطالب والعباس بن علمني بطالب يسمون العباس السقاء ومحمد بن علمني بطالب المعروف من محمد بن الحنفية فقيل أن كل هذين اللي قال لهم الأشراف العلويين نسبة لعبني بطالب أما حسيني علوي أما حسني علوي أما عباسي علوي أما عمري علوي أما محمدي علوي في ناس قالوا الطالبين كلهم أشراف لكن المسمى هذا اختلفون الآراء يعني في الناس قال لك بس درية الحسن والحسين في الناس قال لك بس درية عبني بطالب في الناس قال لك بس الطالبين لكن الأسراف اليوم اللي يوجه إليهم يعني ويسقط عليهم الكلمة هذه هما الحسينيين والحسينيين وين استوطنوا يعني اللي فهمت أنه في منهم في مكة وفي مدينة طبعا المعروف الحسينيين هما أهل مكة والحسينيين هما أهل المدينة والطبطباء الحسينيين هم أمة اليمن يعني الشيخ محمد صالف العثيمين المسأله من أصرح على البيت اليوم قال أمت اليمن لأنهم يحكمون اليمن منذ أكثر من ألسنة اللي هم الطبطبائية الرسية الطبطبائية ذكرني يرجعون حق مساقلت ابراهيم طباطبة بن اسماعيل الدباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الحسن بن علمي بطالب ترجعون الحسنية حسنية نعم فجدهم يقال ابراهيم طباطبة وأول من ملك في اليمن بايعه يحيى يسمونه يحيى الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن ابراهيم طباطبة هذا الشخص اللي على نسبة الطبطبائية الطبطبائية ترى عالم كثير لأن الجد كل ما يكون أبعد كل ما تكون درية أكثر ويكون انتشارهم أكثر الطبطبائية نسبة الجد هذا بعيدة فتلقاهم موجودين في بلاد العجم تلقاهم موجودين في العراق تلقاهم موجودين في اليمن تلقاهم موجودين عندنا في الكويت تلقاهم موجودين في نجد فهم اللي حكموا اليمن والسقط حكمهم في الحجاز ومكة والمدينة واليمن صغط حكمهم بعد قيام دولة السعودية الأولى وضم الحجاز ونجد والجنوب هذي كلها للملكة العربية السعودية طبعا ملك الأردن أجداده كانوا حكام مكة يعني أنا أكلمك على شريب حسين بن علي اللي هو جد ملك الأردن أجداده حكام مكة من 597 هجري اللي هو قتادة بن دريس بن طاعن جد رئيس هذا البيت يعني توفى سنة 617 هجري ملك الأردن يعني أنت أحيانا في بعض الأسر ما يحتاجون أحد يسجل أنسابهم لأن التاريخ والحكم يسجل النسب يعني أنت لما تلقي مثلا الشيخ صباح الأحمد والشيخ نواف الأحمد والشيخ مشعل الأحمد ما يحتاجون أحد يدون نسبهم إلى صباح الأول لأن الحكم دون عمود نسبهم تلقي الشيخ صباح الأحمد الشيخ نواف الأحمد نواف بن أحمد بن جابر بن مبارك الكبير بن صباح الثاني بن جابر العيش بن عبدالله الأول بن صباح بن جابر هو مو محتاج أحد يدون لهم نفس منك لأردن منك لأردن الملك عبدالله الثاني بن الملك الحسين بن الملك طلال بن الملك عبدالله الأول بن الملك الشريف الحسين بن علي شريف الحسين أمير مكة بن علي أمير مكة بن محمد أمير مكة بن عبد المعين بن عون بن محسن بن عون بن محسن جدا أشراف العون بن عون بن محسن بن عبدالله بن حسين بن عبدالله أمير مكة ابن ميث ثاني أمير مكة ابن بركات أمير مكة ابن محمد أمير مكة ابن حسن أمير مكة ابن عجلان أمير مكة ابن رميثة أمير مكة ابن محمد بن ميل أول أمير مكة هذا من ذريته بعد الناس والصعيد نقالهم عن قاوية ابن محمد بن ميل أول أمير مكة ابن حسن أمير مكة ابن علي ابن قتادة أمير مكة هو أول من الملك من هذا البيت ابن دريس ابن مطاعن ابن عد الكريم ابن عيسى ابن الحسين ابن سليمان ابن علي ابن عبدالله ابن محمد الثائر مير مكة ابن موسى الثاني ابن عبدالله الكامل ابن أفوان ابن عبدالله الشيخ الصالح ابن موسى الثاني ابن موسى الجون ابن عبدالله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبدالمطال ابن هاشم ابن مناف والحسن ابن علي ابن أبي طالب هو أيضا الحسن ابن فاطمة ابن تنمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطل ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرت ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهري ابن مالك ابن النظر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدرك ابن لياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنا فملك الأردن عامود نسبة هذا قد يكون أصرح عامود نسبة أو أطول عامود نسبة اليوم على مدار تقريباً ألفين سنة من الحكام الكارضية كلها فأنت اليوم عندك عمود نسبة هو مو محتاج يدون نسبة لأن جدي شريف حساب من علي متوارد حكم مكة من أجداده التاريخ كان يدون إذا مات أمير مكة أو أحد أشراف مكة شريف مكة كان يسمونه أو أمير مكة يدون ابنه اللي حكم أو يدون والدخول اللي حكم مثلا حين أنت الملك سلمان ابن عبد العزيز الآن ما فيه أنت مو محتاج يدون نسبة مريضة محمد بن سعود التاريخ دون نسبة يعني التاريخ أجداده في الجزء العربي أهلي دونت نسبة أولا سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرم بن مارخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيع بن مانع المريدي الدرعي الحنفي بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وال هذا النسب متفق عليه عند الأسرة الماركة السعودية فمو محتاجين يعني فيه أسر مو محتاجة أحي يدون أنسابها إنما عوام الناس لابد أن فيه أحد من النسابين يدون أنسابهم نفس المؤرخين قابلوا النسابين كانوا يجمعون الأنساب شخص يدون نسب الأسر 500 هجري يجي بعد 600 هجري شخص يدون أعقابهم أعقاب أعقابهم ويجي واحد بعده يدون الأعقاب فالأسر الحاكمة اليوم تاريخ حكمهم هو من دون عام النسابهم فمو محتاجين حي يدون لهم بس سؤال سريع نحن صرفنا عن الدياني وصرفنا عن الادعاء يعني أنت اليوم عندك مرجع لهو عام بودنسا فرضا الأسر الحاكمة قد يكون مرجع تقارن فيه بس مو مفرض أيضا موضوع الدياني يكون فاصل أو فيه ناس الليل حين ما تشوف أنه أمر مشكوك فيه يعني شلون الواحد يعني فيه اليوم اليوم أي حد يدعي الشرافة ولا يدعي بأنه ينتمي لقبيلة معينة قبل شوية سألفنا شوية عن الدياني مو المفرض الدياني خلاص دام أنه موجود يحل كل هالدعاءات هذه فيه مشاريع جينية اي اسلم والله شوف فيه مشاريع جينية لكل القبائل اليوم يعني تلقى فيه مشروع اسم مشروع مطير الجيني عندك مشروع اسم مشروع العجمان الجيني عندك مشروع اسم مشروع طي الجيني داخله فيه شمر وفيه بنيلام وغيرهم عندك مشروع مشروع هم فيه مشروع حق الاسراف مشروع قريش وبني هاشم الجيني يعني فيه كل قبيلة يكون لها باحثين معينين يهتموا في موضوع الجينات فيحط العينات داخل ويشوف تطابق الجينات منه الأفخاذ الأقرب لبعض هذا علم بروحة يعني طبعا ما يصير أحد يكون عنده علم بالدييني أو بالانفصال الجيني بالتحورات الجينية أو البصمات الجينية لابد يكون عنده علم بالأنساب لأنك إذا أنت ما عندك علم بالأنساب شون الطابق النصوص وتعرف الجد هذا يجمعهم منه وهالجد يجمعهم منه اللي انفصلوا عنده وهالجد هذا موجود قبل 500 سنة وهذا قبل 400 سنة فلابد أن يكون عندك علم في الأنساب قراءة أول شي ثم تتخل في الجينات فاليوم كثير من القبائل عندهم مشاريع جينية يفحصون فيها أبناء وصرحاء القبيلة ويحطون عيناتهم داخل ويقرون المشجر الجيني لهذه القبيلة ويدونون في مشجرات جينية كثيرة حق القبائل العربية الموجودة في الجزر العربية اليوم نزيل أنا أبي أرد حق الأشراف والبيت أنت ذكرت على عجالة قلت شرافة مكة بس توضح لي شنو شرافة مكة وهل هي نفسها مملكة الحجاز على عجالة شي سريع شوف أشراف مكة كانوا أمراء مكة فقط وبني حسين كانوا أمراء المدينة لكن في زمن أمير مكة حسن بن عجلان بروميثة بن محمد بن ميلول وكلت إليه أن تصير إمارة مكة تحت سلطته فصار يقال في وقتها سلطان الحجاز كلها مكة والمدينة لكن قبل حسن بن العجلان كانت إمارة المدينة منفصلة عنهم الحسنيين بس فقط بني حسين وكانت إمارة مكة منفصلة حق الحسنيين لكن في زمن حسن بن العجلان خلاص صارت الحجاز كلها تحت أمرة الحسنيين وغادروا بني حسين بقوا قليلين يعني حتى العياش في رحلتها القرن العاشر الهجري يقول خطب خطيب الحرم المكي الشريف زيد بعفهم في المدينة الشريف زيد بن محسن كحامل حرمين والأمير مدينة السيد حسين بن حمد حسيني قال وكانت أمرت المدينة لبني حسين والحماء لم يبقى لهم إلا رسوم قليلة وأصبحوا كلهم إلا قليل بادية ينزلون ويرحلون في نواحي المدينة وهم قبيلة قوية ليس لهم اسم إلا بني حسين فبقوا الكل الغالب صار بادية إلا قليل صاروا في المدينة فشرافة مكة كانت منفردة فيها الفرع الحسني في زمن حسب العجلان انضمت لهم المدينة ومكة بس هنين ولدت مملكة الحجاز ولا بعدين مملكة الحجاز لا هي مسمى المملكة ما صارت إلا في زمن شريف حسين بن علي قبل شريف حسين بن علي ما كان فيه كلمة مملكة أساساً يعني حتى الملك علي يعني شريف حسين بن علي لما أطلق رصاصة الثورة العربية الكبرى سنة 1916 وعلى النفس ملكة على العرب هنا صاروا وقالنا عنه ملك الملك يعني مسمى ملك أما قبلها ما فيه كلمة ملك أبو عبدالله بالنسبة للصحابة اهتموا بموضوع الأنساب بعد؟ نعم هي شيخ بكر وزيت في كتابة طبقات النسابين وهو من علماء الملكة أربية السعودية ألف كتابة اسمها طبقات النسابين حط أول عالم في الأنساب في الإسلام أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم وحط يعني كثير من الصحابة وحط عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب أخو أخو عالي بن أبي طالب الكبير كان عالم الأنساب وكان ببكر الصديق هو أعلمهم وكان يقال أن أعلم قريش بأنساب قريش ببكر فحتى عمر الخطاب يقال أن ديوان للجند لما حط الرواتب للجند لما حط بدأ برهط النبعة صلى الله عليه وسلم أول ناس بالعطيات ثم الأقرب ثم الأقرب ثم الأبعد فيقال أن هذا ديوان اللي حط فيه المرتبات يقال هذا أول كتاب للأنساب للناس اللي موجودين في الإسلام في المدينة ومكة للعطيات يعني فالصحابة اهتموا حتى دغفل النسابة دغفل دغفل يعني معناه فيل صغير فدغفل النسابة هذا معروف على مستوى العلماء النسب يعني فكان يتكلم ويتبحر في الأنساب والأخبار أو شنبع بدأ يكون هذه مهنتها نساب لا لا مهنتها بس أنه عالم عالم بالأنساب بالأخبار بالتاريخ فانبهر منه معوين وسفيار رضي الله عنه فقال يا دغفل بما نلتهاد يعني المعلومات اللي قاعد قولها قال بلسان سؤول وقلب عقول وآفة العلم النسيان آفة العلم فعلا النسيان عشان يقول لأي ذهب إلى يزيد فأعلمه النسب والنجوم من قبل كانوا يتمون بالأنساب وانبكر الصديق كذا شاف أحد وشاف دغفل يروع عنه شاف دغفل قام يسأل أنت من وين وقبيلتك من وين وفخذك من وين وأسرتك من وين فهذا اهتمام الصحابة الصحابة حتى ما بعد الخلافة الراشدة بقوا منه بريتهم في المدينة وبعدين انزحوا وطلعوا منها بكر الصديق وعمل الخطاب وإثمان بن العفان وبني أمية طبعا بعض المواجهات اللي صارت ما بينه بيني أمية ما بين آل البيت وبعدين العباسيين ما بين آل البيت ناس كثير طلعوا من الجزة العربية من درية الصحابة بس لهم وجود اليوم درية الصحابة والله شوف أنا قرأت بالقرن الثامن بالقرن التاسع أن من درية بكر الصديق أرضي الله عنه في ناس منهم في الصعيد وفي بالقرن التاسع يذكر المدرية الزبير من العوام ثلاث بطون يقال لهم بنوا مصلح وبنوا بدر وبنوا رمضان وقالوا جماعة محمد بن رواق أيضا من درية الزبير من العوام طبعا قبل قرن التاسع يعني تكلم قبل خمسمائة سنة قالوا هم أهل فلاحة وأهل مواشي يعني فلاحين درية الزبير ومدرية عمر الخطاب أيضا ذكرنا في منهم في بوادي بوادي بطن بوادي زيد الشام وذكروا منهم بالصعيد وبن فضل الله العمري صاحب كتاب مسارك الأفسار أيضا من درية خلف بن نصر العمري من درية عمر الخطاب وهو كان يذكر الشيء هذا في كتابه وصار في حلف قرشي في الصعيد في منطقة اسمها دلجة بني خالد بن يزيد بن معاوية وبني مسلم بن عبد الملك وبني جعفر بن بي طالب وبني جن الوليد بن عبد الملك صار تحالف قرشي هناك وفي ثورة صارت على الممالك خرج عليهم واحد من درية جعفر بن بي طالب قال حصن الدين ثعلب ابن نجم الدين علي ذكر المغريز ومعروف أصلا أنه هو أول ما خرج هذا من درية جعفر بن بي طالب الصعيد صار عند مكان منطقة اسمها ديروت الشريف ديروت الشريف إلى اليوم ذريته موجودين فيها إلى اليوم ذريته موجودين في ديروت الشريف اللي هي أرض حصن الدين ثعلب من درية جعفر بن بي طالب إلى اليوم إلى اليوم ما نعرف ناس منهم وفيه طبعا من الجعافر يوجدون في المدينة يعني فيه بعض الأسر موجودة في المدينة من ذريت جعافر نبي طالب فأنا اللي أعرفه من ذريت جعافر نبي طالب في الصعيد واللي في المدينة وفيه من ثبت فرضا أنه انقطعت ذريتهم طبعا الخالد بن وليد هو أكثر صحابي ذكرت المصادر لأن ذريتها قرضت وأكثر من كان معاصر لذريتها من هو مصعب ابن عبد الله من مصعب ابن ثابت ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام هذا كان في المدينة ولد سنة 1056 هجري حديث عهد قريب بالصحابة والتابعين ذكر قال ونقرض ذرية خالد بن الوليد وورثهم أيوب بن سلمة أيوب بن سلمة من هذا اسمه أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة هذا الكتاب هذا كتاب مصعب الزبيري يقول وقد انقرض ولده خالد بن الوليد فلم يبقى منهم أحد وورثهم أيوب بن سلمة دارهم بالمدينة هذا منه هذا مصعب الزبيري المولود سنة 156 كتاب شه اسمه اسمه كتاب نسب قريش جاء ولد أخو زبير بن بوكر بن عبدالله المصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبيري العوام قال وقد انقرض ولده خالد بن الوليد فلم يبقى منهم أحد وورثهم أيوب بن سلمة دارهم بالمدينة هذا ولد أخو جاء ابن حزم متوفي 456 هجري قال وقد كثر ولده خالد بن الوليد حتى بلغوا نحو أربعين رجلا كانوا كلهم بالشام وثم انقرضوا كلهم في طاعون وقع فلم يبقى لأحد منهم عقب وأيوب هذا ورث آخر من بقي من ولد خالد بن الوليد جاء شريف محمد الجواني جهز أنا أعلم أن هناك نصوص لازم أبينها يعني أن اليوم في أقوال كثيرة قاعدت تنقال فأنا قاعد أبين النصوص المعتبرة والناس المعاصر القريبة هذا المقدمة الفضلية للشريف أبو سعد محمد بن سعد الجواني يقول وخالد بن وليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم الملقب سيف الله قد انقرض ولده خالد بن وليد فلم يبقى له عقب وكل من انتسب إليه فقد كذب فأنت لما تطلع النصوص القريبة والمعتبرة في انقراض رجل فما يسر أحد اليوم يدعي أنه من دريته بعدين الأسماء مو معناته إذا قلت أنا بني فلان معناته إذا ما في بالكرة الرضية للشخص هذا فالأسماء متكررة فمو معناته إذا اسم جدي متشابه مع اسم علم من أعلام الصحابة لابد أن يكون هذا هو جدي عرفت يعني في أسماء متشابهة قبائل كثير متشابهة بالاسم ومختلفة بالنسبة يعني في تقرأ أنت مثلا في كتاب حق عاتب البلادي يذكر المؤتلف والمختلف بالأنسب يذكر قبائل أو بطون متشابهة بالنسب لكن نسبتها غير يعني أنت ما يقوله كان بني أمية بني أمية ما يروح البال اللي على بني أمية بن عبدالشمس في بني أمية أيضا من قحطانية جدهم اسم أمية تشابه أسماء نعم مختلف بالأسماء ومختلف بالنسبة فالناس صار عندهم اليوم للأسف في أمور كثيرة مشتهرة خطأ عند عامة الناس ولا تعرفها لما تقرأ وتحقق بعض النصوص قبل اللقاء كنا ذكرت لنا حديث في ذكر الولد الفراش وقلت أنه لا أثر حتى اليوم الولد الفراش هذا حتى بعض المحاكم بعض المحاكم تذكر الحديث بس هو الحديث أساسا الحديث على قصة في فتح مكة النبع السلام زوجته منه سوده بنته زمعة أخوها عبده بن زمعة بعد فتح مكة دخل سعد من أبي وقص رضي الله عنه شان ياخذ غلام أخو عبده بن زمعة ولد زمعة يعني فقال هذا ولد أخوي عتبة بن أبي وقص فقال العبد بن زمعة هذا أخوي ولد أبوي من مملوكته يعني فتخاصمه بالغلام سعد من أبي وقص يقول هذا ولد أخوي عتبة عهد إلي قبل وفاة أن هذا ولده راهوا حق النبي معاهم الغلام هذا عبد بن زمعة وسعد من بقص تخاصمه عند النبي فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة قبل أن يموت عهد إلي أن ابن زمعة من مملوكته ابنه شان عبده من زمعة يقول يا رسول الله هذا ابن أبي ولدي على فراشي أبي يعني ولد من من وقت على فراشي أبي فسعد قال لي يا رسول الله انظر إلى أشباهه بعتبة النبي على السلام شاف الولد واللي شابه عتبة بن بقص شابه يعني النبي على السلام مدره اللي بيّن علينا هو ولد عتبة بن بقص ما رجع عطاء سعد المبقص عطاء عبد بن زمعة قال لهو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي بي عنه يا سودة المفروض أن هذا الغلام أخوه أخو سودة بنت زمعة زوجة النبي بس النبي على السلام سدد وقارب درى أن هذا مو أخوه يعني من الشبه لكن عشان ما تختلف تختلف الأنساب قال الولده المعيار على السلام للفراش الفراش منه نولد نولد على فراش منه لكن شوف شون قال عسى السلام قال له واحتجي بي منه يا سودة شون احتجي منه وهي أختي لكن يبين لك أن الرسول عسى السلام درى أنه من الشبه أنه هو شابه عتبة بس حد قاعدة نعم القاعدة اليوم حتى بالمحاكم المحاكم إلى اليوم في مصر ووضن الكويت القاعدة يستدلون بالحديث هذا أن الولد للفراش العلماء قالوا نزيل للعاهر للحجر شون يقصد بالحجر بعض العلماء قالوا للعاهر للحجر يقصد أنه يرجم والناس قالوا للعاهر للحجر قد يقصد فيه الحجر أنه لا لقيمة يأخذ الحجر فهذه القصة على حديث الولد للفراش المقطع انتشر لك أنه على سعود خوال الشيخ مبارك أنا مشرحة المقطع وهو مو خوالة مباشرين وهو خوالة عن طريق أسرة الثاقب الكريمة بالكويت اليوم هنا أسرة الثاقب هم أبناء عم آل سعود وبن بسام في كتابة يقولوا أن آل مقرن طبعا كان نقال لهم آل مقرن ملوك دول السعودية كان نقال لهم آل مقرن في زمن إمام السعود بن عبد العزيز بن حمد المسعود صار نقال لهم آل سعود قبل أن نقال لهم آل مقرن الثاقب بالكويت جدهم اسمه ثاقب بن وطبان بن ربيع بن مرخان الربيع بن مرخان أخوه منه أخوه مقرم بن مرخان جد آل سعود يعني الملك سلمان بعد ديته الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرم بن مرخان أمسك عن مقرم بن مرخان شيخ مبارك الكبير مبارك الصباح منه أمه أمه الأولوة محمد بن إبراهيم بن ثاقب بن مطوان بن وطبان بن ربيعة بن مرخان فمقنم بن مرخان جد الأسرة السعودية أخوه ربيعة بن مرخان جد أسرة الثاقب الكريم لبلكويت فمبارك الصباح خوالة آل سعود عن طريق أسرة الثاقب لبلكويت طبعا أسرة الثاقب بما سامي يقول كان لآل وطبان الدرعية وكان لآل مقنم الغصيبة فثم محمد بن سعود جمع الغصيبة والدرعية قبل لا تنضغ دعوة دعوة محمد بن الوهاب وبعد قبل لا تنضغ الدولة السعودية الأولى فالمصاهرات اللي ما بين حكام الخليج يمكن لو ترجع قبل كانت في مصاهرات كثيرة ترى ما بينهم سواء الخليفة سواء الصباح هذه يمكن أشهر مصاهرة حتى في ثاقبين ترى في ثاقب بن وطبان اللي هو جد الثاقب في الكويت حدنا وفي ولد أخو عبدالله بن محمد بن وطبان سمى ولده ثاقب بالريتة اليوم في السعودين قالهم الثاقب فعندك الثاقب هناك الثاقب بن عبدالله بن محمد بن وطبان وعندك الثاقب بن وطبان في الكويت ففي ثاقبين لكن اثنانات من نسل فرق لكن ترى في مصاهرات كثيرة في الكويت هنا يعني إلى اليوم عندك مثلا الشيخ راكام بن حثلين طبعا الأمير راكام بن حثلين شيخ العجمان ما عنده ذرية لمن ولده فلاح ولده فلاح ما عنده ذرية لمن ولده سلطان طبعا من الذكورة كل مكانه الأمير محمد بن سلمان منه أمه أمه الأمير وفهده بن فلاح بن سلطان بن فلاح بن راكام بن حثلين جدة الأمير فلاح بن سلطان بن فلاح منه عماته عمته واسمية بن فلاح وعمته حصة بن فلاح من متزوجهم شيخ مبارك الكبير عندنا فرعين بالكويت يتلاقون مع المير محمد بن سلمان عن طريق الجدات اللي هما فرع الحمد المبارك وفرع الناصر المبارك اللي هو الشيخ صباح الناصر لأنه ناصر مبارك ما عنده ذريه لهم ولده صباح الناصر تزوج الشيخ مبارك الكبير وسمية بنت فلاح عمت انت يا منو جد المير محمد بن سلمان فالمير محمد بن سلمان من والد عمته والد عمته وسمية الشيخ ناصر بن مبارك الكبير وولد عمتها حصة الشيخ حمد بن مبارك الكبير أكثر أبناء الشيخ مبارك الكبير اللي كان يحبه يعني الشيخ مبارك حيل يعني عزرشيد يقول ما أحب أحد مبارك الكبير حب مثل ما أحب ولد حمد بن مبارك ولد حصة من فلاح بالرقام بالحثلين فالمصارى هذه تجمع منه تجمع أيضا المير محمد بن سلمان وتجمع فروع عندنا منذرية مبارك الكبير هم نسمع أبو عبد الله بعد مع البحرين وقال خليفة شوف الخليفة ترى جدهم خليفة كويتي جد الخليفة كويتي استوطن الكويت وعاش بالكويت وتوفى ودفن بالكويت منه طلع من الكويت طلع من الكويت الشيخ محمد بن خليفة جد الخليفة اللي موجودين في البحرين اليوم ملك البحرين الحالي في زمن عبد الله من الصباح الأول كان فيه تعديات من بني كعب فالشيخ محمد بن خليفة ما طاق القاعدة يعني في الكويت فأخذ معاه جزء من قبيلة البن علي طبعا البن علي موجودين منهم بالكويت وموجودين منهم في القطر وموجودينهم بالبحرين وموجودين منهم في السعودية هم الاعتوب الشيخ محمد بن خليفة تحلل من الشيخ عبدالله من الصبح الأول وراح الزبارة الزبارة وينها؟ الزبارة الساحل القطري أو الواجهة البحرية القطرية المقابل البحرين فيها الزبارة وفيها فريحة طلع الشيخ محمد بن خليفة وراح الزبارة راح ومعاجز من البن علي شنو قال شاعر المرتحلين قال شاعر المرتحلين هب الشمال واللي به الخير قد شال واللي يبقى حاش الردة والمذلة يعني ما طاقة والقاعدة هنا والتعديات عليهم بين الكعب ويبينوا يروحون شاعر اللي بقوا قال هب الشمال وانجلة ما اذكر شنو وانزال ولا بقى اللي المصحصح الحب كله شنو قصده قصده ان اللي راح وما استحملوا القاعدة وما قدروا يواجهون هذا عند رايه هذا عند رايه شيخو في الزبارة علي بن لحدان من سليم من بن علي وعمر وسلامة بن سيف على المعاضيذ من بن علي بين الشيخ محمد الخليفة قصر في الزبارة اسمه قصر مرير قيل ان اسمه مرير ان كان في مروره بالماء اللي الموجود كان يكتب عليه ابن خليفة دايخو سكران ما يقصد سكران نشرف سكران يعني نفس احنا نقول مطنوخ يعني ابن خليفة دايخو سكران ما علي من الزياب ولا الديوان بانيلا في الزبارة كوت ولا على الراضي من الزعلان راشد بن فاضل شي يقول يقول اللي بقوا اللي تخلفوا من البن علي بقوا بالكويت مع الصباح ما طلعوا من محمد بن عمر الدرباس اولاده اليوم معروفين قالهم من عمر الدرباس ومن البشبوق فخض من البن علي سعيد بن ديين مسرة ديين وراشد بن ابراهيم وراشد بن سلامة يعني قد يكون في غيرهم لكنه يذكر المشاهير يعني منهم محمد بن الخليفة بقى بالزبارة توفي حكم ولده خليفة بن محمد بن خليفة ولقيت في وثيق كان يكتب الفقير الى الله خليفة بن محمد بن خليفة العتبي ليش العتبي لانهما كانوا نقال لهم الاعتوب الحلف يعني كانوا كلهم نقال لهم الاعتوب يعني آل خليفة نقال لهم الاعتبي آل سلامة كان نقال لهم الاعتبي الصباح كان نقال لهم الاعتبي بن بشر في كتابه يقول بعد وفاة سعود بثلاثة أيام من هو سعود ثالثة أئمة الدولة السعودية الأولى سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود يقول بعد وفاة سعود بثلاثة أيام توفي رئيس الكويت عبدالله بن صباح العتبي توفي محمد بن خليفة حكم بعده ولده خليفة بن حمد بن خليفة وراح للحج توفى بالحج خليفة بن حمد بن خليفة منه حكم مكانه حكم مكانه أخوه أحمد بن محمد بن خليفة المعروف بالبحرين اليوم باسم أحمد الفاتح يمكن سامع اسمانتين قالهم أحمد الفاتح محمد بن خليفة منه خوال عياله خوال عياله كلهم من بن علي مجرن وأحمد خوالهم خوالهم عمر بن سنان من بن علي والباجي خوالهم علي باللحدان من البن علي أيضا راج بن فاضي يقول هكذا سمعت من أشياء جماعتي في زمن أحمد بن خليفة كانوا يروحون البحرين يبيعون اللولو هناك ويشترون اللولو وكان منه حاكم البحرين يومها نصر المذكور هو عربي لكن حاكم تحت سلطة العجم في أبو شهر يعني حاكم أبو شهر كانت تحته تحته حاكم البحرين تحت سلطة فمر المرات تعدوا بعض خدام والما يقصدون في الكتاب الخدام يقصدون اللي يشتغلون عند حاكم البحرين تعدوا على بعض آل بن علي موجودين وبعض جماعة الاعتوب الموجودين في البحرين فلما عرفوا الاعتوب راحوا حاصروا صار مواجهة بالإسلاح حاصروا في قلعة اسمها قلعة أجاج حاصروا في قلعة أجاج وبالنهاية يطلبوا منهم يمنونهم يطلعون ولما تطمنوا على أهلهم فكوا الحصار انتياه الاعتوب وركبوا وسفنهم وراحوا الزبارة المقابل البحرين في قطر ما وصلوا الزبارة ما وصلوا الزبارة إلا وسفن العجم ونصر على المذكور نازلوا عند الزبارة ونازلين خيامهم وحاصروا وانتياه قال ابن علي مو بس ابن علي ابن علي والعتوب كلهم المعاودة ابن علي من الخليفة كان في جفوة ما بين أهل الفريحة وأهل الزبارة أهل الفريحة هم فرع المعاضيذ بن ابن علي وهل الزبارة فرع سليم بن علي أهل الزبارة راحوا يستفزعون أهل الفريحة قال لهم الضار كان في جفوة بينهم قال بوقت الرخة ما تعرفونه ووقت الحرب وحنا عيال عامكم ما راح نفزع لكم الشيخ درباس الشيخ درباس بالنصر هذا جد أسرة العمر درباس ولكوتيني قال خليوا روحون الحريم يستفزعون عيال عامهم ممكن احنا كلمناهم يستفزعون ويشيشون إذا شافوا بنات عامهم يستفزعون راحوا وطلعوا من الزبارة راحوا فريحة الحريم وقاموا يستفزعون عيال عامهم في فريحة ففزعوا فريحة وراحوا الزبارة واتفقوا أنه بالليل راي يهجمون على جيش العجم اللي هو نصر المذكور وربيه راشد بن فاضل ويقول ما بزغت نجمة الصبح إلا والبنادق والرمي في خيام العجم كلهم لكن إلا في خيام العجم يعني وصار رمي رجعوا وبعدين البحرين وغنموا منهم في الزبارة أحمد الفاتح اشقال أحمد بن محمد من الخليثة قال خلونا نشد أمورنا ونشد أسلاحنا ونشد شغلنا وندش البحرين ونأخذ البحرين من العجم فراحة وحق الشيخ عبد الله من الصباح الشيخ عبد الله من الصباح ارسل معاهم ارسل لهم الضفير والضفير قد يكون تاريخين يمكن أول جيش طلع أول جيش كويتي يعني طلع باسم الكويتي راحوا راحوا الزبارة وافزعوا مع الاعتوب ودشوا البحرين حاصروهم مرة ثانية بقلة عجاج وخذوا البحرين منهم ونصر المذكور طالب الأمان من من الاعتوب وراح إلى أبو شهر فسموا أحمد الفاتح أنه قام بفتح البحرين وأخذها من العجم لذلك سموا بهذا الاسم نعم وقع سيف نصر المذكور بيد الشيخ سلامة الشيخ سلامة بن سيف يقول راج بن فاضل يقول عطتني حفيدة ولده مريم بن سلطان بن سيف بن سلامة أو مريم بن سيف بن سلطان بن سلامة عطتني يا قلوان أهديتها الملك عبد العزيز سيف من وسيف نصر المذكور القصيدة هذه شي يقول فيها شاعر البن علي بعد القصيدة هذه يمدح اسمه عمار بن جديع من البن علي يقول يقول السليم الذي قال وابتدى عدال القوافي من غوال القصيد الله منعينني إذا نامت الملأ إلى جفتها ما خرب النوم سايد كم من آخر شيء لما يقول وما ندوا سرنا عليهم وما ندوا سرنا علينا وخالفوا وصفهم ضفير جاء من أكسل بعايد حنا يا بن طاهر مثل عظم تلويه يا ذيك بالحلقوم لو ما هو يا بن طاهر جاءنا قبل نصر بجيش من العجم حنا جعلناهم بليل الشرايد عنا سلة ضرغام أحمد وعصبته يخبرك بالعلم الصحيح الوكايد قصيدة طويلة طبعا يذكر فزعة الصباح ويذكر فبقوا فصار أحمد الفاتح أحمد بن محمد من خليفة شيخ على الزبارة بقطر وشيخ على البحرين فتوفى شيخ أحمد بن محمد الفاتح على قلوتهم رضيا عننا مثل ما ذكر راشد بن فاضل طلعتهم هذه كانت لزمن عبدالله من صباح الأول يمكن سنة 1700 وآخر قبل 1800 بشوي أحمد الفاتح الجد ملك البحرين الحالي ملك البحرين الحالي اسمه ملك حمد بن عيسى بن سلمان بن حمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح بن محمد بن الخليفة خليفة توفى بالكويت محمد هو أول من خرج أحمد الفاتح هو أول من حكم البحرين والزبارة عبدالله توابل بريك قلت لنا خوش قصة قصة المقطع والمقطع أريد أن تعيدنا بسرعة باللقاء هذا رحمه بن جابل الجلاهمة رحمه بن جابل الجلاهمة من أقوى القراصن اللي كانوا ويسمونهم القراصنة اللي كانوا في البحر حتى يمكن الانطباع اللي عند الأجانب بالأفلام لما يخطون القرصان مغطي عينه ترى هذا الانطباع ما أخذينه من رحمه لماذا لأن رحمة الجابل الجلاهمة التغارير اللي قبل كانت البرتغالية وغير البرتغالية والأجانب كان يذكرون صفاته أن عينه واحدة منهم عليها جلدة قطعة جلد وأنها رايحة يعني يشوف بعين وحده فالانطباع القراصن اللي صار المأخوذ من رحمة بين جابل الجلاهمة كان يعني أكشر بالبحر حاول يأخذ البحرين ما قدر من كان تحت كان مع الدولة السعودية طبعا القتال قبل يصير يعني بين الدول السعودية وبين الكويت قبل فكان مع بن عفلسان ما أخذوها فراح حق سلطان عمان السعيد سعيد بن سلطان سعيد بن سلطان هو أن يأخذ البحرين يغزيها يعني واخذ معا أخوه على أن بيحط على البحرين يعني كان حاط بالن أنه منتصر قبل ليطلع السلطان السعيد بن سلطان وصل هو العمان ناس من الاعتوب عبد الرحمن بن راشد الفاضل الفاضل اللي هما عيال عم الخليفة اللي منهم قابلت أخونا صلاح الفاضل ابو علي عبد الرحمن راشد الفاضل واثنين من المعاودة ومحمد بن مجرن الخليفة وصلوا هناك كان كذا تجار أو شي وصل الخبر حقي السلطان سعيد قاموا سجنهم بعد ما سجنهم أرسل رسالة حق الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح كان هو شيخ البحرين أنك يعد اشتحت حكمي يا أقتل الأسرة الأسرة يرسلوا برقية سرية الفاضل والمعاودة والخليفة سرية يرسلوها إلى شيخ سلمان بن أحمد قالوا لي إذا هددك فينا قل أقتل الأسرة اللي عندك أنا مبحاجتهم فرسل شيخ سلمان قال أنا مبحاجتهم مثل ما اتفقوا إياهم وإذا بتأخذ البحرين بدون ضرب وبدون حرب بتأخذها ما رح تأخذها جهز جيشة سلطان سعيد وراح على الخليفة فكان الشيخ سلمان وكان صوب البحرين فانزلوا المراكب وانزلوا وكانوا أغلب أهل البحرين خياله بخيل حتى أهل البحرين يقولون لسان راشد بن فاضل صاح كتاب مجموع فضائل في فن نسب تاريخ الغباء يقول أن أهل البحرين يقول ما ما فعلت خيل البحرين فعل مثل اليوم هذا فاقتلوا بالناس اللي غازين عليهم وانقتل يومها مجموعة من أهل مسقط وانقتل قاسم بن درباس وانقتل من الترايمة مجموعة من آل بن علي وانقتل والله أكثر من شخص لكن ما أذكر ببضل منه ويقولون أن الشيخ سلمان بن أحمد في هذا اليوم فعل هواهل سلمان بن أحمد اللي هو كان الشيخ البحرين رجع السلطان السعيد فكان يبي يقتل الأسرة فأخت موزة بن السلطان قالت له ما في فخر نقتقتلهم إذا ثبت بحرين رح أخذها بحرين فجهز السطول وراح صوب وشهر وكان يبي يغزل بحرين مرة ثانية فالشيخ سلمان أرسله أنه رح يتفق ويا على يعطيه يعطيه سنوية أو خراج معين ويسكر موضوع ووقف القتال وبقى العطاء هذا إلى أن توفى الشيخ سلمان بن أحمد وبعدها ووقف العطاء لسلطان نحن طرينا أكثر مرة ذكرتنا القصة اللي قلت لنا بداية بداية لقاءنا لما عن ثلاثة الأبناء اللي من نفس القبيلة وكانوا بينهم مثل الصراع على شيخة القبيلة فأنت ذكرت أن موضوع الخوال كان لأثر هذا ذكرني حادثة نسمعها هنا عندنا بالكويت اللي هي قصة الشيخ مبارك والدم اللي صار بينه بين إخوانه وفي ناس يربطون موضوع هم الخوال بينهم أعتقد يوسف إبراهيم فدقيق هالكلام مو دقيق أول شي الشيخ مبارك الصباح خوال خوال أخوه محمد وهم ناس الخوال الشيخ مبارك الصباح ومحمد الصباح وجراح الصباح أخوه من الكبير عبد الله اللي حكم بعد أبوه صباح الثاني أمه مو من الثاقب فمحمد الكبير ومبارك الثاني واللي تحت جراح أمهم اللي أول هو محمد إبراهيم الثاقب الكلام الدارج دائما يقولون أن الشيخ محمد الصباح عياله راحوا مع أخالهم يوسف إبراهيم يوسف إبراهيم وخالهم أمهم منه أمهم هيا بنت علي بن جابر العيش هيا بنت علي بن جابر العيش أمها من إبراهيم أمها شيخة عفوا أمهم هيا يعني هما جدتهم عيال الشيخ محمد الصباح جدتهم من إبراهيم جدتهم من أمهم أمهم بنت عم أبو الشيخ يوسف إبراهيم فالشيخ يوسف إبراهيم الله يرحمه أبو وأم عيال الشيخ محمد الصباح عيال عم فهو يصير واتخالت أمهم يعني من الصوب هذا واتخالت أمهم فينادون الخال لكن عيال الشيخ محمد الصباح مو خالهم الشيخ يوسف إبراهيم أم هاية بنت علي بن جابر العيش وشيخ علي بن جابر العيش ذريته بنات بس تزوجوهم قرباءهم يعني أول شيء شيخ مبارك الصباح نسمع دائما أنه القتل كان سبب الحكم أول شيء دائما أنا أقول لك أنه فيه أمور كثير من تشرة غلط نحن ننجح حق المصادر والناس المعاصرين حق الحادثة هذه يذكرون التفاصيل بداية المشكلة كانت بين شيخ مبارك الصباح وبين أخوانه محمد وجرح الشيخ يوسف العسى الجناعي في كتابه يقول لا أرى المشكلة اللي صارت هذه سبب إلا الدراهم وصوج بدايتها كانت مشكلة على أملاكهم في الصوفية الصوفية اللي بالعراق والفاو وقالوا الزين بعد هل قد يكون في مزرعة ثانية يسمها الزين هناك ومنه كان يحكم حزته؟ الشيخ محمد الصباح هو اللي كان حاكم؟ في 892 حكم الشيخ محمد الصباح شيخ يوسف عبد العزرشيد يقول كانوا الثلاثة الأخوان كل واحد عنده توجه الشيخ محمد كان يميل حق أخوه جرح مع أنهم أخوان من أموه وكلهم والشيخ جرح كان يشوف نفسه وهو اللي نمى المال هذا يعني مدخولهم وهو اللي نمى شيخ يوسف عيساج ناعي يقوله هو اللي نمى المال وسوى دكاكين سوق اللحم وسوق السمت أما الشيخ مبارك الصباح فيشوف نفسه أنه يبي يطلع في البذل والعطاء مثل الشيوخ القبائل والبادي أنه يعطي يعني نعم فكانوا يوقفون حوالاته يقولوا سبب أنهما ألقوا مقاليد الحكم إلى الشيخ يوسف إبراهيم يقول حتى شوف تراك المخطيرة هذه أن التاجر يكون له سلطة في البلد أكثر من الحاكم يقول حتى أن اللي يأتي لكويت ليخيل له أن الحاكم فيه يوسف إبراهيم مو الصباح وليس المبارك من الأمر شيء يعني كان التاجر هو اللي ما أخذ السلطة أكثر من الحاكم هذا شيء خطر يقول الشيخ مبارك الصباح كان يبيهم يحصرون أملاكهم في الفاو عشان يضمن حقه وسبح الله أهل الكويت كان ثم يوقفون مع الشيخ مبارك الصباح لأن أخوانا شوي كانوا شدونه وياه يعني وكان يوقفون حوالاته مرة المرات طلع بيغزي غزو بني هاجر شرع أباعر من الصفات بخمسمائة ريال وحول الحوالة على منه على أخوه محمد طلع لموصل منح ولا صاحب اللبل هذا الأباعر واصل عنده قال أخوك محمد ما رضي يأطين مبارك صار موقف مخفج إيه شي يسوي يعني شي يسوي كان يحول هذا على الله يرحمه ناصر يوسف البدر أنه هو يسد الحوالة ترى موقف مو طيب أنه شيخ وحاكم يعني يلحقها واحد يقول ناصر يوسف البدر الله يرحمه لما وصلت له الحوالة من مبارك أنه مبارك يبي يسد راح أقل شيخ محمد الصباح قال لي سدها عن أخوك قال لي ما نسادها ناصر البدر قال لي أنا راح أسدها مهما كان عن مبارك لكن أنا ما أبي جدام أهل الكويت يتكلمون يقولون أن أمير الكويت أن أنا سدت الحوالة عنه أنا بيسدها وخلها باسمك هما وقف ناصر البدر يعني طيب مبارك محمد اقتنع وقام أهل يسد الحوالة وكان مبارك يشتري لحم حق بيته وماتش لحق بيته وحولهم على أخوانه لكون أنه المدخول اللي عنده الوحيد هو من ملاكهم بالعرق فمبارك طلب من أخوانه أنه يحصرون على تلحرب والمعدات والأشياء اللي ورثوهم من أبوهم يحصرون هو تصير ذخر حق الكل وأنه تصير في ورقة يكتبون لحق يعني حق من أملاكهم في العراق سوى ثلاث أراغ ورقة يحصوا فيها الأمور هذه ورقتين نفس الشيء ورقة وقت عندهم ورقة وقت عندهم بس انتهى الموضوع احتاج مبارك بعدين مبلغ يذكر الشهر وزير الشيد وهو ينقل من حمد الخالد وينقل من الملة صالح الملة وينقل من خلف النقيب خلف النقيب كان هو قاعد يحاول يحل المشكلة وياهم يقول فاحتاج مبارك عليه دين ستة لاف ستين ريال مو ربوية كبيرة ريال فمبارك محمد ما رضي يسد عن أخوه مبارك يعني نشوف شون كان يعملونه أنا مقعد أسيء لأحد فيهم إلا أنا أقول لك أن الطريقة اللي كان يتعمل فيها مبارك من أخوانه قبل أن يصل الموضوع إلى القتل فهد يدخلوا مجموعة من أهلكويت فهد الخالد الخضير وخلف النقيب وسليمان العبدالجليل بوداود عبدالعزيز الفارس وفهد الدويرج يسمون أهلكويت فهد الدويري هذا الخمسة يدخلوا وراحوا حق الشيخ محمد الصباح أنه لازم تسد عن أخوك الدين فأخذ بخاطرهم وقال بسد الدين وأمر فهد الخالد ظاهر كماس كلمالية أو شيء شذي أنه يسد عن مبارك ستة لف ستيريال نحن بداية المشكلة واقف الموضوع الشيخ إبراهيم قال ما رح تسد عنه اللي ما تقولون حق مبارك يرجع لورقة اللي يخذه خلف النقيب يقول خلوا ما أعتقد عبدالعزيز السميط يروح يكلم لشيخ مبارك الشيخ مبارك حس أنه فيه كان مؤامرة أنه شون يضمن حقي إذا أنت أخذيت شيء يثبت ورثه من أبوه ما رضى مبارك يعطيهم من الورقة وقاعد الشيخ مبارك يسب بعصبية الشيخ إبراهيم وصل خبر حق الشيخ إبراهيم أنه مبارك معصب يعني وثار مبارك ما يقول عبدالعزيزرشيد يقول ما يقدر حس أنه ما يقدر يقعد بثورة مبارك فتظاهرنا بيروح للقنص وراح صوب الرقعي الرقع اللي هي صوب حظر البابا فمبارك رح كلمها الكويت مرة ثانية اللي هم المجموعة هذي خلاف النقيب وسلمان العبدالجليل والفعد الدويرج والفعد الخالد كلمهم قال لهم رح يقول حق محمد نحن عيالي اليوم واللي فات مات وخلي ينسى وأنا أخوه بدلا يصير شد بينه وبينه على شيء ما يسوي خلاف النقيب راح حق يوسف إبراهيم بالرقعي بالقنص راح لأهناك راح معاه قال أولا ترى لازم ترجعوا نتحل الموضوع عشان الأخوان لا يوصلوا مرحلة القتل اعتذر منهم هو شيء خلاف النقيب قال لأ إذا ما رجعت رأي يمكن أحتيهم يقتل الثاني لأن الشيخ محمد الصباح استدعى الشيخ مبارك العذبي مبارك الصباح من البر استدعى ومبارك الصباح عب أسلاح مع خدامة كلمة خدامة يقصد الرجالة فقال إن شاء الله ثلاثة يام ويرجع ما رجع لبعث ثمت أيام مبارك لما شاف أن الموضوع زاد راح كلمهم مرة ثانية كلم خلاف النقيب أن يروحون يكلمون أخوه محمد وأنه ما يبيعرف ألا شيء واحد يبيعرف اللي له واللي عليه ويبيحساب الصوفية اللي بالعراق والفاو السنين اللي طافت هذه كلها راح خلاف النقيب حق الشيء كان محمد يقول لهم وروحوا يطرون بيت يوسف البراهيم راح وقى الشيخ إبراهيم واجتمهم بعدين محمد الشيخ محمد الصباح قال لهم بارك رسلكم على شنو راح المجموعة هذه كلها العبد الجليل والدويرج وفايد الخالد وخلاف النقيب وابعز الفارس وابعز السميط بعد كانوا إياهم قال يا بي الرجل حسابات أملاككم البلفاو أملاككم أنتوه وياكم قال إن شاء الله بعد فترة عطى الشيخ عطى السيد خلاف النقيب حسابات خلاف النقيب شافها ولا يعني حساباتها فيها شي إن الواحد ما يتقبله مبارك ما يتقبله شافه الشيخ مبارك الصباح ولا ثمانين ليرة عثمانية أرضاء لزلجة الشيخ جابر الفاضل الشيخ جابر الفاضل اللي هو جد وزير داخلي السابق الشيخ جابر الخالد اسمه الشيخ جابر الخالد الجابر الفاضل وتسع ليرات مصلحين فيها سيف واشياء مبارك قال حق السيد خلاف النقيب أبلع موس ولا أبلع الحساب هذا خلاف النقيب قال إذا ما تبي تصلي مشكلة بينك وبينك أبلع موس مبارك قال أرد مبارك عقبه وطلب حساب ثاني يبي يعرف اللي له واللي عليه من حق أن يشوف مارض الشيخ محمد قال حق خلاف النقيب أنا ما راح أقول حق مبارك إلا لا قال خلي نجتمع مرة ثانية أنا مبارك وراح أقول جدامه أنا ما راح أقول شنو الشيء هذا إلا جدام مبارك خلاف النقيب استانس أجمعهم ببيته الشيخ مبارك الصباح الشيخ مامد الصباح أول ما قعده طلب منهم أن كل واحد ما يقابل الثاني بما يكره يعني ما أحد يقطع للثاني يكلمه أول ما قعده مبارك قال معاتب أخو محمد بترطبي قال لا نعتبع عليك أخوي بأمور كثيرة صغيرة وامور كبيرة ويمكن الأمور الصغيرة الحركات اللي صارت يمكن تضايقني أكثر من الأمور الكبيرة قال في يوم الأيام قاعد واحد أنا ما كنت بيدري عن الموضوع تضرب فخذك وتطالعني كأنك منتصر وفايز علي وتقول لي ما بقالك شي عندنا وحسابك في هذا الدفتر إحنا عيال اليوم مبارك يقول حكي محمد إحنا عيال اليوم خلني بدي صبحة يديدة وأنا والله ما بي منك شي إلا أنك تعطيني حسابي وبس تحلف أنك ما زدت وغيرت فيه ما نقصت وزدت فيه بس تحلف محمد قال إن شاء الله طلعوا يوم يومين ثلاث أربع شيخ محمد ما أعطى خلف النقيب الحساب راح سيد خلف النقيب حق شيخ محمد ولا حساب ولا حساب قال لأنا أعطيك حساب لكن تيبلي صك من مبارك إنه راح يرضى بالحساب اللي راح أعطيه إياه مهما كان قال لأ أنت قد تجاوزت المحقول يعني قاعد تلغط عليه بشي شنون يوافق على شي وهو ما يدري عنه وشنون سيد خلف النقيب اعتذر من الشيخ مبارك قال لأ ما راح تدخل بينك بين أخوك كل شوي صادف الشيخ مبارك أخوه محمد بالسوق راح يمشي يمه صبح كل أخي طلع عمرك ترى أنا ناطر هنا وشاء الله على وعدنا يعني حاول يسترضي أخوه محمد أخوه محمد مو معطيه وي يعني تكلموا يا لما دش البيت ورجع مبارك بروحه خلاص هو مو عارف فلوسه وين ولا عارف اللي لا ولي عليه وين وقاعد ينظلم يعني لأنه قاعد لاحظ من أهل الكويت دائما نكفون وياه يستشفعون يعني نشوف أصل مرحلة أنه يستشفعون يستشفع بأهل الكويت عند إخوانه من أم وابو وجراح أصغر منه محمد مبارك جراح جراح في عذبي وفي حبابة بعد محمد أمير مبارك كان أمير البادية يعني يعتبر كان أمير البادية بقاعد الجيش الكويتي وجراح كان يعتبره زير مالية كان يعتبره ماسك مالية الإمارة آخر سهم في الكنانة على قولة الشيخ وزرشيد دخل الشيخ جراح سوق اللحم وكان الشيخ مبارك يشتري ماتش لو يحولها على أخوانه يعني واصم رحلنا ما عنده حتى بيده فلوس كان يقول حق اللي بسوق اللحم ما اليوم رايح إذا مبارك شر منكم شي أخذوا الفلوس منه وإذا لا يحولكم على أنه ترى ما بقال شي عندنا طلعا فلس يعني هذا شي خل الشيخ مبارك على قولتهم أنه يحس بقهر الرجال يعني هو حاول 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 أنا ما برر لقتل أخوانه لا طبعا هذه جريمة ما حد يبررها منك تقتل أخوانك لكن أنا أقول لك شوف الأسباب اللي دعتنا يوصل مرحلة القتل الحين أنقلك أنا كلام الشيخ يوسف بن عيسى الجناعي نقل من الشيخ جابر المبارك بنفسه أبو الشيخ أحمد الجابر يقول الليلة هذه حسيت بحركة عند خدم الوالد كل ما تخدم الوالد أو خدم أو خدامنا الشيخ الملك عبد العزيز كان يذكرها ولا الشيخ سالم يقصد خدامنا يخدمون بالجيش عندنا لأنه قبل الجيش أو الخدم أو الرجال يذكرونهم خدم يعني خدامنا يقول شفت حركة عند خدم الوالد فقعدت بيتي أنا أول الليل يقول بعدين طلعت حسيت أنه في ناس ماسك أسلاح يقول فقلت حق واحد من الرجال اللي عندي يحضر أسلاحي صالح بن ادحياء الرشيدي ينقل يأه كم وجود يعلم موجودين صالح بن ادحياء الرشيدي معاصر المبارك وسالم وجابر المبارك اجتمعوا مبارك الصباح مع أخويا ربعة كل واحد معا سلاحي كان يقول حق شلاش شلاش الحجرف منه شلاش الحجرف عرفت شيخ بدر الحجرف شيخ بدر الحجرف اسمه بدر نايف سعود شلاش جدبوه شلاش الحجرف هذا الله يرحمه كان رجال الشيخ مبارك الصباح يعني القريبين قال يا شلاش لا طلع صباح المطوع يسمونه شيخ صباح صباح والمحمد صباح المطوع الشيخ بعزرشيد يقول ما كان يخلي صلات الفجر لا في شتاء ولا في صيف لا تقول له لون لا تقول له شي تعال علمني صباح المحمد جد منه جد الشيخ سعاد صباح اسمه سعاد محمد صباح المحمد وجد وزير دفاع السابق الشيخ خالج جراح صباح المحمد وجد الشيخ مازن جراح صباح المحمد جد الفرع هذي قال لا تقول له لون تعال علمني يقوله شوي ولا جاي شلاش ببشته لأن الشيخ صباح المحمد لما طلع يطرف الباب يروح يصلي ورجع يخيل الباب مفتوح كانت نقطة انطلاق ودخول الشيخ مبارك الصباح أن الباب يطرف بعدما الشيخ صباح المحمد يصلي يقول شوي ولا يشجاي يشلاش وبشته يقول الشيخ مبارك قال هاي يشلاش قال لا توكل على الله يطويل الأمر تبهت على الشيخ سالم قال يا سالم أبيك تدخل على عمك جراح وتذبح الشيخ سالم مبارك كان دين قال ذبح أنا ما ذبح لكن ما أجعل الباب عندي شاني التفت على ولده جابر أكبر عياله وين قال أبو جابر أبو الشيخ عامل جابر جده وراء الكويت قال يا جابر أبيك تدخل على عمك جراح وتذبح قال لما نشاربي عليمن وشاربي عليسر دخل مع قطعه ينقل الشيخ يوسف بن عيسى جناعي عن الشيخ جابر المبارك يقول نقل لنا عن الشيخ جابر المبارك طبعا الشيخ مبارك داش على على أخو محمد رماء أول طلقة قام يكلم لنا أخو لشيخ بس شيخ مبارك واصل مرحلة يعني كلنا نعرف قهر الرجال واحد لما يوصل لهم مرحلة ما قدر رماء رماء أثناني لما اقتله شيخ جابر المبارك تدخل معاه مجموعة قطعه لقول الله تصالح من دحيان صعد السطح قبل هالكويت هنا من فوق السطح حشال البراد يقول صعد فوق السطح لقيت باب بين سطحين يقول فتحت الباب ولا عمي جراح على السري قاعد وزوجته قاعد تسول فيها يقول أنا كان رفع الاسلاح وارمي يقول ما أصبته يقول فقام هو زوجته زوجته منه زوجته لطيفة عبد الله محمد براهيم الثاقب الشيخ سال مبارك ما أخذ بنت عم جراح بنت أم بنت لطيفة هذه لطيفة عبد الله براهيم الثاقب رمى يقول ما أصبته وحاوله بغا يغلبون يعني يقول فقلت حق اللي معاه يرموا يقول هما يرمون يقول لي عمي جراح يقول لي عمك عمك يعني عمك 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 يقول لما رموا اللي مع الشيخ مبارك رمى عمي جراح يقول لما توفى نزل الشيخ محمد القتل والشيخ جراح نقتل نحن بيروحون حق الشيخ يقول إبراهيم مينة بالصبوية راح لأ واحد ينقال لأ بن دويهيس راح لأ قال لأ ترى الشيخ محمد ذبح والشيخ جراح ذبح ومبارك جاي كان يركب مركبة ما وقفوا اللي بالدورة الدورة بلعراك يسمونه طبعا دام نحن نسمع إبراهيم الدورة براهيم الدورة راح الدورة عندما لاك أناك طبعا كان تاجر كبير إبراهيم تاجر يعني عسرة غنية جدا يعني من قبل بوقع الشيخ يوسف إبراهيم يحارب الشيخ مبارك الصباح ويقلب عليه اللي يقدر يقلب عليه راح عند الشيخ قاسم عال ثاني كامل ألد عداء الشيخ مبارك راح عند برشيد راح عند دولة عثمانية من 1895 تقريبا لما قتل أخوانا لما توفى بحايل 1906 حتى أذكر مادري يوسف عزرشيد ويوسف بن عيسى جناع يقول لي أنا مبارك قريب العين بعد ما توفى يوسف إبراهيم راح حق حمدي باشا والي البصرة وقال للمبارك ذبح أخوانا ولازم تحطون ولده سعود شيخ مبارك ذكي سياسي ولو تقرى شاصيتها أكشر أكشر و يعني حياتها يحب فيها الغزو بس الغزو والمعارك سو لما شافهم يروحون حق والي البصرة يقلبون عليه اللي هو حمدي باشا راح حق رجب باشا مشير بغداد صاروهم يروحون البصرة ورح حق بغداد ويقولون أن أخذ معاه هدايا وعطاه مشير بغداد اللي هو رجب باشا حمدي باشا رأس الباب العالي أن هذا قتل إخوانه لازم نقل قبض عليه رجب باشا اللي راح لشيخ مبارك صباح أرس البرقية للسلطان عبد الحميد الثاني اللي ما أعتقد أنه كان هو السلطان أنه ترى هذه الحادثة من الحوادث المعروفة اللي تصير بنجد دائما وفي البادية وأنا أنصح الدولة أنها ما تدخل وأنها تبقى على هذه شيخ مبارك شو نسوه رفع معروض للدولة العثمانية وموقعين عليه يعني مجموعة من أهل الكويت أن اللي قتل أخوانه شيخ إسل إبراهيم اللي ما وقعوا بس يعني اللي ما رضي يوقعون الشيخ محمد الفارس مرحو محمد الفارس وجبر الغانم هذي اللي يعني اللي قرأت أنهم ما رضي يوقعون مبارك صباح حاول يستعطف عيال أخوانه لكن بعدها راحوا الدورة عند الشيخ إسل إبراهيم منه كان معاهم ما كان معاهم السيدة الوهابة الطبطبائي والأستاذ محمد المغربي وبقى وهناك مع الشيخ إسل إبراهيم ضد عمه مبارك الشيخ إسل إبراهيم مر المرات جمع 14 سفينة يبيغز الكويت مع عيال الشيخ محمد اللي هو أمهم هم وخالهم أمهم هيا تصير بنت خالته شان يلقون مركب كويتي شان يمسكونه ولا منه فيه أنه أخذه علي بوكحيل بالراضة فيه شارع اسمه علي سليمان بوكحيل هذا علي بوكحيل أنه أخذه مسكوا علي بوكحيل بعدين قال بهدك بس لا تروح الديرة قال علي بوكحيل قال ما رايح الديرة أنا بروح صوب فالتشي وبروح مكان ثاني هدى بوكحيل مشى شوي بعدما يلقى الكويت وراح سيدعق سيدعق الشيخ مبارك قال لها ترى يوسف راهيم 14 مركب معبيه ومجايلك الحين فز الشيخ مبارك عب الإسلاح وطلع على البحر صوب نيد القار ولا ما أذكر وين النص مذكور قرب يوسف راهيم شاف بالدربية الناس مستعدين عارف أنه انكشف أمر رجع فوق تحت مرة ثانية شنو كافأ الشيخ مبارك علي بوكحيل أعفاه من الضرائب لأنه قبل كان فيه شي اسمه الجمركون البضايع الداخلة والطلع أعفاه من الجمرك بضايع الداخلة والطلع بقى الشيخ مبارك الصباح إلى 1915 توفى في ديوانة مجلسة نزل راح ديوانة مع خادمة كان يبيسمع أخبار الحرب العالمية الأولى كان يحب يسمع أخبار الحروب نسدح بديوانة راحوا يقعدون لقوم توفي فمن 1895 تقريبا إلى 1915 بعدين حكم مولد جابر سنتين بعدين إلى 1921 بعدين حكم الشيخ جابر المبارك سالم مبارك عفوان لـ 1921 بعدين حكم الشيخ الجابر لـ 1950 توفى وبعدين شيخ جابر السالم بعدين صباح السالم بعدين جيش جابر الأحمد بعدين شيخ سعد العبدالله طبعا فترة كسيرة بعدين شيخ صباح الأحمد اليوم إلى اليوم الشيخ نواف الأحمد وهو الشيخ نواف أحمد نواف بن أحمد بن جابر بن مبارك الكبير بن صباح الثاني بن جابر العيش بن عبدالله بن صباح الأول أعطا تاريخ حقه شيخ مبارك وجدت نظرك أنا هذا والله أعتب على الدولة صراحة الكويتين هنا يعني تاري شي يقول عبدالزرشيد لما قاعد يتكلم عن حكام الكويت يتكلم عن حكام الكويت يتكلم عن الشيخ عبدالله من صباح الثاني يقول وكان وشيخ يسف بن عزناي يقول ما كدر أحد وكان يمشي داما مع عبدالنوبي اسمه بوسموم وحيانا مع خادمة اسمه الهقهق ويمشي بدون أبها أما محمد يقول كان المحمد عفيف وكريم لكن متأثر من الشيخ إبراهيم لما وصل عند مبارك شي يقول يقول مبارك هو الكويت بأسرها هو من رفعها وطار صيتها من أترابها وأصبحت تضاهي البصرة بالعالم يعني في أحد المؤرخين المكي بن عزوز يقولنا الكويت اليوم منو ما يعرفها هو ما يعرف الشيخ مبارك قبل الشيخ مبارك ما كانت الكويت لها شهرة مبارك مبارك الكبير يعرف ثلاثة أشياء أنا مبارك الكبير ذبح أخوانه ومستشفى مبارك الكبير محاوطة مبارك الكبير بس شوف لما شوف أنا سعودية ما شاء الله حتى الأجيال الصغيرة يعرفون تاريخ لملك عبد العزيز شوف الإمارات حتى الأجيال الصغيرة اللي ما عصروا الشيخ زايد يعرفون الشيخ زايد الكويت احنا عندنا ماكو ذكر حق الشيخ مبارك بعدين في ناس يقول لك ما كسب ولا معركة مو صحيح الكلام هذا عنده غزوات في زمن عبد الله يا أخو جد الشيخ عبد الله الجابر وعنده فيه معه شيخ كان مبارك أكشر يعني يعني كان يعني حتى سلوبه كان بالكلام شوي فيه قشارة يعني مرة جاء بطاري قاله وفلان ترى أرسل رسالة ماري بنحارب أرسل رسالة يبي عن السعدون سعدون باش المنصور قال ولده جابر دزل برقية قاله ترى الشيخ سعدون ما يدري أن هذين من رعايان اللي يخذانهم ويعتذر وعفين عنه عصب مبارك قال شون عصب جدام القاعدين وقام يصرخ قال شلون تعفوا عنه وانا موجود سعدون شون سعدون سعدون زقارة اشربها وطف فيها يعني سلوبه في أنا مو قاعد أقيد لك سلوب أقولك شوير لكن القصد يبيل لك مبارك لو تقرأ سيرته تستغرب أن ما حد يعني سيرته إلا فقط اللي يقرونه للتاريخ عوام الناس ماكو معلومات إلا أشياء بسيطة البس دباح أخوان زين هل أخذ حقه مبارك لا ما أخذ حقه مبارك من أشهر وأكرم حكام الكويث شيخ جابر العيش زب الناس ساعة دولة العثمانية فزاع حق ناس كان كريم كان ما عنده فلوس ما عنده مدخول كان يحط العيش حقه الناس يأكلون يسموه جابر العيش بندر السعدون كان في جفه بينه وبينه شيخ جابر العيش فواصلين من تجار الكويت اثنين موجودين في المجلسة فهو يبي يوصل الكلام حق الشيخ جابر العيش فقال حقه اللي قاعدين من أكرم واحد الجزيرة قالوا له أنت يا طويل عمر قال لا والله مو أنا قال أنا أكرم مني جابر الصباح أخو مريم ما عنده مدخول وكل يوم يحط التمن التمن بلغة العيش يعني الرز يحط التمن حق الكويت وأنا نصم لك البصرة لي وما فعلت فعله شيخ جابر العيش شيخ مبارك صباح مسمي ولده جابر عليه أنه هو تربى يعني يدرك جد جابر العيش أبوه صباح الثاني لكن أنا أعتبي يعني على الدولة في في أمور وايد في ظهار تاريخ الكويت ترجمة نانسي قريباً فهذا مفقم ترجمة نانسي قربي لقد بإمكانك الهوك اشتركوا في القناة